الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الحادي عشر من الكتاب وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل سعيد بن عامر ابن حذيم الجمحي على بعض الشام فكانت تصيبه غشية وهو بين ظهري القوم فذكر ذلك لعمر ابن الخطاب وقيل ان الرجل مصاب فسأله عمر في قدمة قدمها عليه فقال يا سعيد ما هذا الذي يصيبك فقال والله يا امير المؤمنين ما بي من بأس ولكني كنت في من حضر خبيب ابن علي حين قتل وسمعت دعوته فوالله ما خطرت على قلبي وانا في مجلس قط الا غشي علي فزادته عند عمر خيرا قال ابن عباس لما اصيبت السرية التي كان فيها مرثد وعاص بالرجيع قال رجال من المنافقين يا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلكوا هكذا لا هم قعدوا في اهلهم ولا هم ادوا رسالة صاحبهم فانزل الله تعالى في ذلك من قول المنافقين ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا اي يظهر من الاسلام بلسانه ويشهد الله على ما في قلبه وهو مخالف لما يقوله بلسانه وهو الد الخصام اي ذو جدال اذا كلمك ورجعك واذا تولى اي خرج من عندك سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد اي لا يحب عمله ولا يرضاه واذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد اي قد شروا انفسهم من الله بالجهاد في سبيله والقيام بحقه حتى هلكوا على ذلك يعني تلك السرية وكان مما قيل في ذلك من الشعر قول خبيب ابن عدي حين بلغه ان القوم قد اجتمعوا لصلبه لقد جمع الاحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وكلهم مبدل عداوة جاهد علي لاني في وثاق بمضيعي وقد جمعوا ابناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنعي الى الله اشكو غربتي ثم كربتي وما ارصد الاحزاب لي عند مصرعي فذا العرش صبرني على ما يراد بي فقد بضعوا لحمي وقد ياسمت معي وذلك في ذات الاله وان يشأ يبارك على اوصال شلو ممزعي وقد خيرون الكفر والموت دونه وقد هملت عيناي من غير مجزعي وما بي حذار الموت اني لميت ولكن حذاري جحم نار ملفعي فوالله ما ارجو اذا ميت مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي فلست ببمد للعدو تخشعا ولا جزعا اني الى الله مرجعي وقال حسان ابن ثابت يبكي خبيبا ما بال عينيك لا ترقى مدامعها صحا على الصدر مثل اللؤلؤ القلقي على خبيب فتى الفتيان قد علموا لا فشل حين تلقاه ولا نزقي فاذهب خبيب جزاك الله طيبة وجنة الخلد عند الحور في الرفقي ماذا تقولون ان قال النبي لكم حين الملائكة الابرار في الافقي فيما قتلتم شهيد الله في رجل طاغ قد اوعث في البلدان والرفقي عنوان حديث بئر معونة في صفر سنة اربع فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة وولي تلك الحجة المشركون ولمحرم ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحاب بئر معونة في صفر على رأس اربعة اشهر من احد وكان قد قدم ابو براء عامر ابن مالك ابن جعفر ملاعب الاسنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ودعاه اليه فلم يسلم ولم يبعد من الاسلام وقال يا محمد لو بعثت رجالا من اصحابك الى اهل نجد فدعوهم الى امرك رجوت ان يستجيبوا لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اخشى عليهم اهل نجد قال ابو براء انا لهم جار فابعثهم فليدعو الناس الى امرك فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المنذر ابن عمر اخى بني ساعدة المعنق ليموت حاشية اعنق اسرع وانما سمي المعنق ليموت لانه اسرع الى الشهادة في اربعين رجلا من اصحابه من خيار المسلمين منهم الحارث بن الصمة وحرام ابن ملحان وعروة ابن اسماء ونافع ابن بديل ابن ورقاء وعامر ابن فهيرة مولى ابي بكر الصديق في رجال مسمين من خيار المسلمين فساروا حتى نزلوا ببئر معونة وهي بين ارض بني عامر وحرة بني سليم كلا البلدين منها قريب وهي الى حرة بني سليم اقرب فلما نزلوها بعثوا حرام ابن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عدو الله عامر ابن الطفيل فلما اتاه لم ينظر في كتابه حتى عدا على الرجل فقتله ثم استصرخ عليهم بني عامر فابوا ان يجيبوه الى ما دعاهم اليه وقالوا لن نخفر ابا براء وقد عقد لهم عقدا وجوارا فاستصرخ عليهم قبائل من سليم فاجابوه الى ذلك فخرجوا حتى غشوا القوم فاحاطوا بهم في رحالهم فلما رأوهم اخذوا سوفهم ثم قاتلوهم حتى قتلوا من عند آخرهم يرحمهم الله الا كعب بن زيد فانهم تركوه وبه رمق فارتث من بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق شهيدا يرحمه الله حاشية الارتثاث ان يحمل الجريح من المعركة وهو ضعيف قد اثخنته الجراح وكان في سرح القوم عمر ابن امية الضمري ورجل من الانصار احد بني عمر ابن عوف حاشيح هو المنذر ابن محمد ابن عقبة فلم ينبئهما بمصاب اصحابهما الا الطير تحوم حول العسكر فقال والله ان لهذه الطير لشأن فاقبل لينظر فاذا القوم في دمائهم واذا الخيل التي اصابتهم واقفة فقال الانصاري لعمر ابن امية ما ترى قال ارى ان نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره الخبر فقال الانصاري ما كنت لارغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر ابن عمر وما كنت لتخبرني عنه الرجال ثم قاتل القوم حتى قتل واخذوا عمر ابن امية اسيرا فلما اخبرهم انه من مضر اطلقه عامر ابن الطفيل وجز ناصيته واعتقه عن رقبة زعم انها كانت على امه فخرج عمر ابن امية حتى اذا كان بالقرقرة من صدر قنات اقبل رجلان من بني عامر حتى نزلا معه في ظل هو فيه وكان مع العامريين عقد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار لم يعلم به عمر ابن امية وقد سألهما حين نزلا ممن انتما فقال من بني عامر فامهلهما حتى اذا ناما عدا عليهما وهو يرى انه قد اصاب بهما ثؤرة من بني عامر حاشية الثؤرة الثار فيما اصابوا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدم عمر ابن امية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره الخبر قال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد قتلت قتيلين لأدينهما ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عمل ابي براء قد كنت لهذا كارها متخوفا فبلغ ابا براء فشق عليه اخفار عامر اياه وما اصاب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسببه وجواره وكان في من اصيب عامر ابن فهيرة عن هشام ابن عروة عن ابيه ان عامر ابن الطفيل كان يقول ما الرجل منهم لما قتل رأيته بين السماء والارض حتى رأيت السماء من دونه قالوا هو عامر ابن فهيرة عنوان اجلاء بني النظير في سنة اربع ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بني النظير يستعينهم في دية ذينك القتلين من بني عامر الذين قتل الذين قتل عامر ابن امية الضمري بالجوار الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لهما وكان بين بني النظير وكان بين بني النظير وبين بني عامر رسول رجل على مثل حاله هذه ورسول الله صلى الله عليه وسلم الى جنب جدار من بيوتهم قاعد فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه فانتدب لذلك عمر ابن جحاش ابن كعب أحدهم فقال انا لذلك فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فيهم ابو بكر وعمر وعلي رضوان الله عليهم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما أراد القوم فقام وخرج راجعا الى المدينة فلما استلبث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قاموا في طلبه فلقوا رجلا مقبلا من المدينة فسألوه عنه فقال رأيته داخلا المدينة فأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهوا إليه صلى الله عليه وسلم فأخبرهم الخبر بما كانت اليهود أرادت من الغدر به وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتهيئ لحربهم والسير إليهم ثم سار بالناس حتى نزل بهم فتحصنوا منه في الحصون فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل والتحريق فيها فنادوه أي يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه فما بال قطع النخيل وتحريقها وقد كان رهط من بني عوف ابن الخزرج منهم عبد الله ابن أبي ابن سلول ووديعة ومالك ابن أبي قوقل وسويد وداعس قد بعثوا إلى بني النظير أن اثبتوا وتمنعوا فإنا لن مسلمكم إن قتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم فتربصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا وقدف الله في قلوبهم الرعب وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من أمواتهم إلا الحلقة أي السلاح ففعل فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه النجاف العتبة التي بأعلى الباب فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به فخرجوا إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام فكان أشرافهم من سار منهم إلى خيبر سلام ابن أبي الحقيق وكنانة بن الربيع ابن أبي الحقيق وحويي ابن أخطب فلما نزلوها دان لهم أهلها حدثني عبد الله ابن أبي بكر أنه حدث أنهم استقلوا بالنساء والأبناء والأموال معهم الدفوف والمزامير والقيان يعزفن خلفهم وإن فيهم لأم عمر صاحبة عروة ابن الورد العبسي التي ابتاعوا منه بزهاء وفخر ما رؤي مثله من حي من الناس في زمانهم حاشية اسمها سلمة وكانت ناكحا في مزينة فأغار عليهم عروة ابن الورد فسبها وكان عروة يتردد على بن النظير فيستقرضهم إذا احتاج ويبيع منهم إذا غنم فرأوا عنده سلما فأعجبتهم فسألوه أن يبيعها منهم فأبى فسقوه الخمر واحتالوا عليه حتى ابتاعوها منه وأشهدوا عليه وفي ذلك يقول سقون الخمر ثم تكنفوا عدات الله من كذب وزور فيا للناس كيف غلبت نفسي على شيء ويكرهه ضمير عودة للنص وخلوا الأموال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت له خاصة يضعها حيث يشاء فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المهاجرين الأولين دون الأنصار إلا أن سهم ابن حنيف وأباد جانة سماك ابن خرشة ذكرى فقرا فأعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل في بن النظير سورة الحشر بأسرها يذكر فيها ما أصابهم الله به من نقمته وما صلط عليهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل به فيهم فقال تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وذلك لهدمهم بيوتهم عن نجف أبوابهم إذا احتملوها فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء وكان لهم من الله نقمة لعذبهم في الدنيا أي بالسيف ولهم في الآخرة عذاب النار مع ذلك ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها واللينة ما خالف العجوة من النخل فبإذن الله أي فبأمر الله قطعت لم يكن فسادا ولكن كان نقمة من الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم يعني من بن النظير فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ما يوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب وفتح بالحرب عنوة فلله وللرسول ولذي القرب واليتام والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يقول هذا قسم آخر فيما أصيب بالحرب بين المسلمين على ما وضعه الله عليه ثم قال تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يعني عبد الله ابن أبي وأصحابه ومن كان على مثل أمرهم يقولون لإخوالهم الذين كفروا من أهل الكتاب يعني بن النظير إلى قوله كمثل الذين من قبلهم ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم يعني بني قينقاع ثم القصة إلى قوله كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين عنوان غزوة ذات الرقاع في سنة أربع ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد غزوة بن النظير شهر ربيع الآخر وبعض جمادة ثم غزى نجدا يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري حتى نزل نخلا وهو موذع بنجد من أرض غطفان وهي غزوة ذات الرقاع حاشية إنما قيل لها ذات الرقاع لأنهم رقعوا فيها رايتهم وقيل ذات الرقاع شجرة بذلك الموذع يقال لها ذات الرقاع وقيل لأن الحجارة أوهنت أقدامهم فشدوا رقاعا فقيل لها ذات الرقاع عودة للنص فلقي بها جمعا عظيما من غطفان فتقارب الناس ولم يكن بينهم حرب وقد خاف الناس بعضهم بعضا حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الخوف ثم انصرف بالناس عن جابر بن عبد الله قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة ذات الرقاع من نخل على جمل لي ضعيف فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت الرفاق تنضي وجعلت أتخلف حتى أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا جابر قلت يا رسول الله أبطأ بي جملي هذا قال أنخ فأنا اختفوا وأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أعطني هذه العصى من يدك أو اقطع لي عصى من شجرة ففعلت فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخسه بها نخسات ثم قال اركب فركبت فخرج والذي بعثه بالحق يواهق ناقته مواهقة حاشية يواهقها يعارضها في المشي بسراته وتحدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أتبيعني جملك هذا يا جابر قلت يا رسول الله بل أهبه لك قال لا ولكن بيعني قلت فسمني يا رسول الله قال قد أخذته بدرهم قلت لا إذن تغبنني يا رسول الله قال بدرهمين قلت لا فلم يزل يرفع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمنه حتى بلغ الأوقية فقلت أفقد رضيت يا رسول الله قال نعم قلت فهو لك قال قد أخذته ثم ثم قال يا جابر هل تزوجت بعض قلت نعم يا رسول الله قال أثيبا أم بكرا قلت لا بل ثيبا قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك قلت يا رسول الله إن أبي أصيب يوم أحد وترك بنات له سبعة فنكحت امرأة جامعة تجمع رؤوسهن وتقوم عليهم قال أصبت إن شاء الله أما إنا لو قد جئنا صرارا وهو موضع على ثلاثة أميال من المدينة أمرنا بجزور فنحرت وأقمنا عليها يومنا ذاك وسمعت بنا فنفضت نمارقها النمارق جمع نمرقة وهي الوسادة الصغيرة فقلت والله يا رسول الله ما لنا من نمارق قال إنها ستكون فإذا أنت قد انت فاعمل عملا كيسا فلما جئنا صرارا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجزور فنحرت وأقمنا عليها ذلك اليوم فلما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ودخلنا فحدثت المرأة الحديث وما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فدونك فسمع وطاعة فلما أصبحت أخذت برأس الجمل فأقبلت به حتى أنخته على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلست في المسجد قريبا منه وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى الجمل فقال ما هذا قالوا يا رسول الله هذا جمل جاء به جابر قال فأين جابر فدعيت له فقال يا ابن أخي خذ برأس جملك فهو لك ودعا بلالا فقال له اذهب جابر فأعطه أوقية فذهبت معه فأعطاني أوقية وزادني شيئا يسرا فوالله ما زال ينمي عندي ويرى مكانه من بيتنا حتى أصيب أمس فيما أصيب لنا يعني يوم الحرة انتهى الشريط الحادي عشر وللكتاب بقية على الشريط التالي وعنه أيضا قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع من نخل فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا أتى زوجها وكان غائبا فلما أخبر الخبر حلف لا ينتهي حتى يهريق في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم دم فخرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فقال ما الرجل يكلأنا ليلتنا هذه فانتدب رجل من المهاجرين ورجل آخر من الأنصار فقال نحن يا رسول الله قال فكونا بفم الشعب فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب قال الأنصاري للمهاجرين أي الليل تحب أن أكفيك أوله أم آخرة قال بل اكفني أوله فاضطجع المهاجري فنام وقام الأنصاري يصلي وأتى الرجل فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم فرمى بسهم فوضعه فيه فنزعه ووضعه فثبت فيه قائما ثم عاذله بالثالث فوضعه فيه فنزعه فوضعه ثم ركع وسجد ثم أهب صاحبة أي قضى فقال اجلس قد أثبت أي جرح جرحا لا يمكنه التحرك معه فوثب فلما رآهما الرجل عرف أن قد نذر به فهرب ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال سبحان الله أفلا أهببتني أول ما رماك قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفدها فلما تابع علي الرمي ركعت فآذنتك وأيم الله لولا أن أضيع تغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفدها قال ابن إسحاق ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من غزوة الرقاع أقام بها بقية جماد الأولى وجماد الآخرة ورجبا عنوان غزوة بدر الآخرة في شعبان سنة أربع ثم خرج في شعبان إلى بدر لميعاد أبي سفيان حتى نزله فأقام عليه ثماني ليال ينتظر أبا سفيان وخرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل مجنة واستعمل على المدينة عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول الأنصري من ناحية الظهران ثم بدى له في الرجوع فقال يا معشر قريش إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن وإن عامكم هذا عام جذب وإني راجع فارجعوا فرجع الناس فسماهم أهل مكة جيش السويق يقولون إنما خرجتم تشربون السويق وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على بدر ينتظر أبا سفيان لمعاده فأتاه مخشي ابن عمر الضمري وهو الذي كان وادعه على بني ضمرة في غزوة والدان فقال يا محمد أجئت للقاء قريش على هذا الماء قال نعم يا أخا بني ضمرة وإن شئت مع ذلك رددنا إليك ما كان بيننا وبينك ثم جالدناك حتى يحكم الله بيننا وبينك قال لا والله يا محمد ما لنا بذلك منك من حاجة فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر أبا سفيان فمر به معبد ابن أبي معبد الخزاعي فقال وقد رأى مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وناقته تهوي به قد نفرت من رفقة محمد وعجوة من يثرب كالعنجدي تهوي على دين أبيها الأتلدي قد جعلت ماء قديد موعدي وماء ضجنان لها ضحى الغدي وقال عبد الله ابن رواحة في ذلك وعدنا أبا سفيان بدرا فلم نجد لمعاده صدقا وما كان وافيا فأقسم لو وافيتنا فلقيتنا لأبتذميما وافتقدت المواليا تركنا به أوصال عتبة وابنه وعمرا أبا جهل تركناه ثاويا عصيتم رسول الله أفل لدينكم وأمركم السيء الذي كان غاويا فإني وإن عنفتموني لقائل فدا لرسول الله أهلي وماليا أطعناه لم نعدله فينا بغيره شهابا لنا في ظلمة الليل هادية عنوان غزوة دومة الجندل في شهر ربيع الأول سنة خمس ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقام بها شهرا حتى مضى ذو الحجة وولي تلك الحجة المشيكون وهي سنة أربع من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ثم غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم دومة الجندل ثم رجع قبل أن يصل إليها ولم يلقى كيدا فأقام بالمدينة بقية سنته حاشية دومة الجندل بضم الدال وتفتح من أعمال المدينة بينها وبين المدينة خمس عشرة ليلة وقد استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة في هذه الغزوة سباع ابن عرفطة عنوان غزوة الخندق في شوال سنة خمس ثم كانت غزوة الخندق في شوال سنة خمس إنه كان من حديث الخندق أن نفرا من اليهود منهم سلام ابن أبي الحقيق النظري وحيي ابن أخطب النظري وكنانة ابن أبي الحقيق النظري وهودة ابن قيس الوائلي وأبو عمار الوائلي في نفر من بني النظير ونفر من بني وائل وهم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا حتى قدموا على قريش مكة فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله فقالت لهم قريش يا معشر يهود إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد أفديننا خير أم دينه قالوا بل دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالحق منه فهم الذين أنزل الله تعالى فيهم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلم تجد له نصيرا إلى قوله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أي النبوة فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا لذلك واتعدوا له ثم خرج أولئك النفر من يهود حتى جاءوا غطفان فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه وأن قريشا قد تابعوهم على ذلك فاجتمعوا معهم فيه فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حسن في بني فزارة والحارث بن عوف ابن أبي حارثة المري في بني مرة ومسعر ابن رخيلة في من تابعه من أشجع فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمعوا له من الأمر ضرب الخندق على المدينة فعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ترغيبا للمسلمين في الأجر وعمل معه المسلمون فيه فدأب فيه ودأبوا وأبطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين في عملهم ذلك رجال من المنافقين وجعلوا يورون بالضعيف من العمل ويتسللون إلى أهليهم بغير علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إذن وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته من الحاجة التي لا بد منها يذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويستأذنه في اللحوق بحاجته فيأذن له فإذا قضى حاجته رجع إلى ما كان فيه من عمله رغبة في الخير واحتسابا له فأنزل الله تعالى في أولئك من المؤمنين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذل لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم فنزلت هذه الآية في من كان من المسلمين من أهل الحسبة والرغبة في الخير والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال تعالى يعني المنافقين الذين كانوا يتسللون من العمل ويذهبون بغير إذن من النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال ابن هشام اللواذ الاستتار بالشيء عند الهرب ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض قد يعلم ما أنتم عليه من صدق أو كذب ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة بين الجرف وزغابة في عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تبعهم من بني كنانة وأهل تهامة وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد حتى نزلوا بذنب نقمى إلى جانب أحد وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع في ثلاثة آلاف من المسلمين فضرب هنالك عسكرة والخندق بينه وبين القوم وأمر بالذرار والنساء فجعلوا في الآطام الآطام الحصون وخرج عدو الله حيي بن أخطب النظري حتى أتى كعب بن أسد القرضي صاحب عقد بني قريضة وعهدهم وكان قد وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه وعاقده على ذلك وعهده فلما سمع كعب بحيي بن أخطب أغلق دونه باب حصنه فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له فناداه حيي ويحك يا كعب افتح لي قال ويحك يا حيي إنك أمرء مشؤوم وإني قد عاهدت محمدا فلست بناقض ما بيني وبينه ولم أر منه إلا وفاء وصدقا قال ويحك افتح لي أكلمك قال ما أنا بفاعل قال والله إن أغلقت الحصن دوني إلا على جشيشتك وهو طعام من البر يطحن غريضا أن آكل منها معك فأحفظ الرجل ففتح له فقال ويحك يا كعب جئتك بعز الدهري وببحر طام أي ممتلئ مرتفع الأمواج جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من رومة وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذنب نقما إلى جانب أحد قد عاهدوني وعاقدوني على أن لا يبارحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه فقال له كعب جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماءه فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء ويحك يا حوي فدعني وما أنا عليه فإني لم أرى من محمد إلا صدقا ووفاء فلم يزل حوي بكعب يفتله في الذروة والغارب حاشية أي يخاتله ويراوغه وأصل المثل في البعير يفعل به ذلك ليسكن ويأنس الذروة أعلى السنام والغارب الكاهل وهو ما بين السنام إلى العنق حتى سمع له على أن أعطاه عهدا من الله وميثاق لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا أن أدخل معك في حسنك حتى يصيبني ما أصابك فنقض كعب ابن أسد عهده وبرئ مما كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر وإلى المسلمين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ ابن النعمان وهو يومئذ سيد الأوس وسعد ابن عبادة ابن دولين وهو يومئذ سيد الخزرج ومعهما عبد الله ابن رواحة وخوات ابن جبير فقال انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا فإن كان حقا فالحنوا واللحن التعريض والإشارة في الكلام فالحنوا لي لحنا أعرفه ولا تفتوا في أعضاد الناس وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم فيما نالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما الرسول الله لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد فشاتمهم سعد بن معاذ وشاتموه وكان رجلا فيه حدة فقال له سعد بن عبادة دع عنك مشاتمتهم فما بيننا وبينهم أربا من المشاتمة أي أزيد وأكثر ثم أقبل سعد وسعد ومن معهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه ثم قالوا عضل والقارة أي كغدر عضل والقارة بأصحاب الرجيع خبيب وأصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين وعظم عند ذلك البلاء واشتد الخوف وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم حتى ظن المؤمنون كل ظن ونجم النفاق من بعض المنافقين حتى قال معتب ابن قشير كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط وحتى قال أوس ابن قيضي يا رسول الله إن بيوتنا عورة من العدو وذلك عن ملأ من رجال قومه فأذل لنا أن نخرج فنرجع إلى دارنا فإنها خارج من المدينة فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام عليه المشركون بضعا وعشرين ليلة قريبا من شهر لم تكن بينهم حرب إلا الرمية بالنبل والحصار فلما اشتد على الناس البلاء بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن وإلى الحارث ابن عوف المري وهما قائد غطفان فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجع بمن معهما عنه وعن أصحابه فجرى بينه وبينهما الصلح حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح إلا المراوضة في ذلك فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل بعث إلى سعد بن معاد وسعد بن عبادة فذكر ذلك لهما واستشارهما فيه فقال له يا رسول الله أمرا تحبه فنصنعه أم شيئا أمرك الله به لا بد لنا من العمل به أم شيئا تصنعه لنا قال بل شيء أصنعه لكم والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما فقال له سعد بن معاد يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة إلا قرا أو بيعا أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا والله ما لنا بهذا من حاجة والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت وذاك فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحى ما فيها من الكتاب ثم قال ليجهدوا علينا فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وعدوهم محاصروهم ولم يكن بينهم قتال إلا أن فوارس من قريش منهم عمر بن عبدي ود وعكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب المخزوميان وضرار بن الخطاب الشاعر تلبسوا للقتال أي تهيأوا له ثم خرجوا على خيلهم حتى مروا بمنازل بني كنانة فقالوا تهيأوا يا بني كنانة للحرب فستعلمون من الفرسان اليوم ثم أقبلوا تعتق بهم خيلهم حتى وقفوا على الخندق فلما رأوه قالوا والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها تُعْنِقْ أي تُسْرع قال ابن هشام يقال إن سلمان الفارسي أشار به على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تيمموا مكانا ضيقا من الخندق فضربوا خيلهم فاقتحمت منه فجالت بهم في السبخة بين الخندق والسلع وخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة التي أقحموا منها خيلهم وأقبلت الفرسان تُعْنِقُ نحوهم وكان عمر ابن عبد يود قد قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراحة فلم يشهد يوم أحد فلما كان يوم الخندق خرج معلما ليرى مكانه فلما وقف هو وخيله قال من يبارز فضرز له علي بن أبي طالب فقال له يا عمر إنك كنت قد عاهدت الله ألا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه قال له أجل قال فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام قال لا حاجة لي بذلك قال فإني أدعوك إلى النزال فقال له لما يبن أخي فوالله ما أحب أن أقتلك قال له علي لكني والله أحب أن أقتلك فحمي عمر عند ذلك فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه ثم أقبل على علي فتنازلا وتجاولا فقتله علي رضي الله عنه وخرجت خيلهم منهزمة حتى اقتحمت من الخندق هاربة وألقى عكرمة ابن أبي جهل رمحه يومئذ وهو منهزم عن عمر فقال حسان ابن ثابت في هذا فر وألقى لنا رمحه لعلك عكرمة لم تفعلي ووليت تعدو كعدو الظليم ما إن تجور عن المعدني ولم تلو ظهرك مستأنسا كأن قفاك قفا فرعلي الظليم ذكر النعم وهو المثل في الجبن تجور تحيد المعدل الطريق الفرعل الصغير من الضباع وكان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وبني قريضة حاميم لا ينصرون والشعار العلامة التي كانوا يتعارفون بها في الحرب وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما وصف الله من الخوف والشدة لتظاهر عدوهم عليهم وإتيانهم من فوقهم ومن أسفل منهم ثم إن نعيم ابن مسعود أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا إن استطعت فإن الحرب خدعة وخذل عنا أي أدخل بين القوم حتى يخذل بعضهم بعضا انتهى الشريط الحادي عشر وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثاني عشر من الكتاب أجنعيم بن مسعود حتى أتى بني قريضة وكان لهم نديما في الجاهلية فقال يا بني قريضة قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم قالوا صدقت لست عندنا بمتهم فقال لهم عليه وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره فليسوا كأنتم فإن رأوا نهزة أصابوها وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم ولا طاقة لكم به إن خلا بكم فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخنوا منهم رهنا من أشرفهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدا حتى تنجزوا فقالوا له لقد أشرت بالرأي ثم خرج حتى أتى قريشا فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه من رجال قريش قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمدا وإنه قد دلغني أمر قد رأيت علي حقا أن أبلغكم نصحا لكم فاكتموا عني فقالوا نفعل قال تعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد وقد أرسلوا إليه إنا قد ندمنا على ما فعلنا فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم فأرسل إليهم النعم فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم رهنا من رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحدا ثم خرجوا حتى أتى غطفان فقال يا معشر غطفان إن لكم أصلي وعشرتي وأحب الناس إلي ولا أراكم تتهموني قالوا صدقت ما أنت عندنا بمتهم قال فاقتموا عني قالوا نفعل ثم قال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم فلما كانت ليلة ست من شوال سنة خمس وكان من سنع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أم أرسل أبو سفيان ابن حرب ورؤوس غطفان إلى بني قريضة عكلمة ابن أبي جهل في نثر من قريش وغطفان فقالوا لهم إنا لسنا بدار مقام قد هلك الخف والحافر والخف الإبن والحافر الخيل فاغدوا للتتال حتى نناجز محمدا ونفرغ منا بيننا وبينه فأرسل إليهم إن اليوم يوم الصدد وهو يوم لا نعمل فيه شيئا وقد كان أحدث فيه بعضنا حدثا فأصابه ما لم يخف عليكم ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمدا فإن نخشى إن مرستكم الحرم واشتد عليكم التتال أن تنشمروا إلى بلادكم وتتركون والرجل في بلدنا ولا طاقة لنا بذلك منه فلما رجعت إليهم الرسل بما قالت بن قريبة قالت قريس وغطفان والله إن الذي حدثكم نعيم بن مسعود لحق فأرسلوا إلى بن قريبة إنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالنا فإن كنتم تريدون القتال فاخذوا فقاتلوا فقالت بن قريبة حين انتهت الرسل إليهم بهذا إن الذي ذكر لكم نعيم لحق ما يريب القوم إلا أن يقاتلوا فإن رأوا فرصة انتهزوها وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل في بلدكم فأرسلوا إلى قريش وغطفان إنا والله لا نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا فأبروا عليهم وخذل الله بينهم وبعث عليهم الريح في ليال شاتية باردة شديدة البرد فجعلت تكفأ قدرهم وتطرح آنيتهم فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختلف من أمرهم وما فرق الله من جماعتهم دعا حليفة ابن يمان فدعثه إليهم لينظر ما فعل القوم ليلا عن محمد ابن كعب القرضي قال قال رجل من أهل الكوفة لحليفة ابن اليمان يا أبا عبد الله أرأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه قال نعم يا ابن أخي قال فكيف كنتم تصنعون قال والله لقد كنا نجهد فقال والله لو أدركناه ما تركناه يمسي على الأرض ولحملناه على أعناقنا فقال حذيفة يا ابن أخي والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلخنبق وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل أي قطعة منه ثم التفت إلينا فقال ما الرجل يقوم فينظر ما فعل القوم ثم يرجع يشرت له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة فما قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد فلما لم يكن أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني فقال يا حليفة انهب فادخل في القوم فانظر ماذا واصنعون ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا حليفة فاذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل لا تقر لهم قدرا ولا نار ولا بناء فقام أبو سفيان فقال يا معشر قريش لينظر أمرء من جليسه فقال هذيفة فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي فقلت من أنت قال فلان ابن فلان حاسية في شرح المواهب فضربت بيدي على يد الذي عن يميني فأخذت بيده فقلت من أنت قال معاوية ابن أبي سفيان ثم دربت بيدي على يد الذي عن شمالي فقلت من أنت قال عمر ابن العاص عودة للنص ثم قال أبو سفيان يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام لقد هلك الكراء والخف وأخلفتنا بن قريبة وبلغنا عنهم الذي نكره ولقينا من شدة الريح ما ترون ما تطمئن لنا قبر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بنا فارتحلوا فإني مرتحل ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوسد به على ثلاث فوالله ما أطلق عقاله إلا وهو قائم ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ألا تحدث شيئا حتى تأتيني ثم شئت لقتلته بسهم قال حذيفة فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في مرد أي كساء لبعض نساء مراجل والمراجل ضرب من وشي اليمن فلما رآني أدخلني إلى رجليه وطرح علي طرف المرط ثم ركع وسجد وإني لفيه فلما سلم أخبرته الخبر وسمعت غطفان بما فعلت قريش فانشمروا راجعين إلى بلادهم ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف عن الخندق راجعا إلى المدينة والمسلمون ووضع السلح رجل قريضة في سنة خمس فلما كانت الظهر أتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرا بعمامة من استبرق وهو الديباج الغليظ على بغلة عليها رحالة أي السرج عليها قطيفة من ديباج فقال أو قد وضعت السلاح يا رسول الله قال نعم فقال جبريل فما وضعت الملائكة السلاح بعد وما رجعت الآن إلا من طلب القوم إن الله عز وجل يأمرك يا محمد بالمسير إلى بني قريضة فإني عامد إليهم فمزلزل بهم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا فأذن في الناس من كان سامعا مطيعا فأي صلينا العصر إلا ببني قريضة وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب برايته إلى بني قريضة وابتدرها الناس فسار علي بن أبي طالب حتى إذا دنا من الحصول سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطريق فقال يا رسول الله لا عليك أن لا تجنو من هؤلاء الأخابث قال لما أظنك سمعت منه لي أذى قال نعم يا رسول الله قال لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيئا فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصولهم قال يا إخوان القردة هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته قالوا يا أبا القاسمي ما كنت جهلا ولما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريضة نزل على بئر من آبارها من ناحية أموالهم يقال لها بئر أنا وفلاحق به الناس فأتى رجال منهم من العشاء الآخرة ولم يصل العصر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا ببني قريضة فشغله ما لم يكن منه جد في حربهم وأبوا أن يصلوا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تأتوا بني قريضة فطلوا العصر بها بعد العشاء الآخرة فما عابهم الله بذلك في كتابه ولا عن نفء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار وقد فالله في قلوبهم الرعب وقد كان حليء بن أخطب دخل مع بني قريضة في حصنهم حين رجعت عنه قريش وغطفان وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه فأعيقنوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير منصرف عنهم حتى يناجزهم قال كعب بن أسد لهم يا معشر يهود قد نزل بكم من الأمر ما ترون وإني عارض عليكم خلالا ثلاثة فخذوا أيها شئتم قالوا وما هي قال نتابع هذا الرجل ونصدقه فوالله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل وأنه لالذي تجدونه في كتابكم فتأمنون على ذنائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم قالوا لا نفارق حكم التوراة أبدا ولا نستبدل به غيره قال فإذا أبيتم علي هذه فهلما نقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالا مصلتين السيوف لم نترك وراءنا فقلا حتى يحكم الله بيننا وبين محمد فإن نهلك نهلك ولم نترك وراءنا نسلا نخشى عليه وإن نظهر فلعمري لنجدن النساء والأبناء قالوا نقتل هؤلاء المساكين فما خير العيش بعدهم قال فإن أبيتم علي هذه فإن الليلة ليلة السبت وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنون فيها فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة قالوا نفسد سبتنا علينا ونحدث فيه ما لم يحدث من كان قبلنا إلا من قد علمت فأصابه ما لم يخف عليك من المسخ قال نابات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازمة ثم إنهم بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابعث إلينا أبا لبابة ابن عبد المنبر لنستشيره في أمرنا فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجه فرق لهم وقالوا له يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد حاشية وذلك أنهم لما حوصروا حتى أيقنوا بالهلكة أنزلوا شأس بن قيس فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا على ما نزل بن نظير من ترك الأموال والحلقة والقروج بالنساء والذربي وما حملت الإبل إلا الحلقة فأبا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تحقلوا دمعنا وتسلموا لنا النساء والذرية ولا حاجة لنا فيما حملت الإبل فأبا رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن ينزلوا على حكمه فعاد شأس إليهم لذلك عن شرح المواهب للزرقاني عودة للنص قال نعم وأشار بيده إلى حلقه إنه الذبح حاشية في شرح المواهب كأن أبا لبابة فهم ذلك من عدم إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بحق نمائهم وعرف أن رسول الله سيربحهم إن نزلوا على حكمه وبهذا أشار إلى بني القريبة عودة للنص قال أبو لبابة فوالله ما زالت قدماي عن مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم ضلق أبو لبابة على وجهه ولم يأت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عمله وقال لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله علي مما صنعت وعهدت الله أن لا أطأ بني قريبة أبدا ولا أرى في البلد خنت الله ورسوله فيه أبدا فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره وكان قد استبطأه وقال أنا إنه لو جاءني لا استغفرت له فأما رد فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تيد على أبي لبابة قلت أفلا أبشره يا رسول الله قال بلى إن شئت فقامت على داب حجرتها وذلك قبل أن يلرض عليهم الفجاب فقالت يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك قالت فقرى الناس إليه ليطلقوه فقال لا بالله حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقني بيده فلما مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا إلى صلاة الصبح أطلقه قال من نشان أقام أبو لبابة مرتبطا بالجذع ست ليال تأتيه امرأته في كل وقت صلاة فتحله للصلاة ثم يعود فيرتبط بالجذع فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواثبت الأوس فقالوا يا رسول الله إن لهم نوالينا دون الخذرج وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بني قريضة قد حاصر بني قيم قاع وكانوا حلفاء الخذرج فنزلوا على حكمه فسأله إياهم عبد الله ابن أبي بن سلول فوهدهم له فلما كلمته الأوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترضون ومعشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم قالوا بلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك إلى سعد بن معاذ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل سعد بن معاذ في خيمة لامرأة من أسلم يقال لها أفيدة في مسجده كانت تداوي الجرحة وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لقومه حين أصابه السهم بالخندق اجعلوه في خيمة رفيدة حتى أعوده من قريب فلما حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني قريبة أتاه قومه أتاه قومه فحملوه على حمار قد وطأوا له بوسادة من أدم وكان رجلا جسيما جميلا ثم أقبلوا معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون يا أبا عمر أحسن في مواريك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ولاك لتحسن فيهم فلما أكثر عليه قال لقد أنا لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم فرجع بعض من كان معه من قومه إلى دار بني عبد الأشهر فنعى له رجال بني قريبة قبل أن وصل إليهم سعد عن كلمته التي سمع منه حاشية أي ما فهمه من قوله أنا لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم أن سعدا رأى قتلهم فنعاهم قبل موتهم عودة للنص فلما انتهى سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأما المهاجرون من قريش فيقولون إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار وأما الأنصار فيقولون قد عم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاموا إليه فقالوا يا أبا عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيهم فقال سعد ابن نعاذ عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم فيهم لما حكمت قالوا نعم قال وعلى من هنا في الناحية التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال سعد فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسفى الزلارين والنساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة جمعوا رقية وهل السماء ثم استمزلوا فحبثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة في دار بنت الحارث اسمها كيسة بنت الحارث ثم قرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سوق المدينة التي هي سوقها اليوم فخندق بها خنادق ثم بعث إليهم فضرب أعناقهم في تلك الخنادق يخرج بهم إليه أرسال أي جماعات وفيهم عدو الله حليء ابن أخطب وكعب ابن أسد رأس القول وهم ستمائة أو سبعمائة والمكثر لهم يقول كانوا بين الثمانمائة والتسعمائة وقد قالوا الكعب ابن أسد وهم يذهب بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسال يا كعب ما تراه يسمع بنا قال أفي كل موت لا تعقلون ألا ترون الداعي لا ينزع وإنه من ذهب به منكم لا يرجع هو والله قتل فلم يزل ذلك الدأب حتى فرغ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتي بحليء ابن أخطب أدو الله وعليه حلة له فقاحية فقاحية على لون الورد هم أن يتفتح قد شقها عليه من كل ناحية قدر أنولى لألا يسلبها مجموعة يداه إلى عمقه بحبل فلما نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما والله ما لم تنففل في عداوتك ولكنه من يقبل الله واخدل ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنه لا بأس بأمر الله كتاب وقدر وملحمة تتبه الله على بني إسرائيل ثم جلس فضرب رمقه انتهى الوجه الأول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لحدث أحدثته قالت فانطرق بها فضربت عنقها قال من هشام هو التي طرحت الرحى على خلاد بن سويد فقتلت فكانت عائشة تقول فوالله ما أنسى عجبا منها طيب نفسها وكثرة ضحكها وقد عرفت أنها تقتل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل كل من أنبت منهم عن عطية القرضي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يقتل من بني قريضة كل من أنبت منهم وكنت غلاما فوجدوني لم أنبت فخلوا سبيلي وعن أيوب بن عبد الرحمن أن سلمى بن تقيس وكانت إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلت معه القبلتين وبايعته بيعة النساء سألته رفاعة ابن سموء القرضي وكان رجلا قد بلغ ثلاث بها وكان يعرفهم قبل ذلك فقالت يا نبي الله بأبي أنت وأمي هب لي رفاعة فإنه قد زعم أنه سيصلي ويأكل لحم الجمل فوهبه لها فاستحيت ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أموال بني قريضة ونساءهم وأبناءهم على المسلمين ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد الأوصاري أخى بني عبد الأشهل بسبايا من سبايا بني قريضة إلى نجد فابتاع لهم بها خيلا وسلاحا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطفى لنفسه من نسائهم ريحانة بنت عمر ابن خناقة فكانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي عنها وهي في ملكه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليها أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب فقالت يا رسول الله بل تتركني في ملكك فهو أخف علي وعليك فتركها وقد كانت حين سباها قد تعصت بالإسلام وأبت إلا اليهودية فعزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد في نفسه لذلك من أمرها فبينما هو مع أصحابه إذ سمعن عليني خلفه فقال إن هذا لثعلبه ابن سعيه يبشرني بإسلام ريحانة فجاءه فقال يا رسول الله قد أسلمت ريحانة فسره ذلك من أمرها وأنزل الله تعالى في أمر الخندق وأمر بني قريضة من القرآن القصة في سورة الأحزاب يذكر فيها ما نزل من البلاء ونعمته عليهم وكفايته إيهم حين فرج ذلك عنهم بعد مقالة من قال من أهل النفاق يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا والجنود قريش وغطفان وبنوا قريضة وكانت الجنود التي أرسل الله عليهم مع الريح الملائكة يقول الله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الضمون فالذين جاءوهم من فوقهم بنوا قريضة والذين جاءوا من أسفل منهم قريش وغطفان يقول الله تبارك وتعالى هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا لقول معتب ابن قشير إذ يقول ما قاله وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منه النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا لقول أوس ابن قيضي ومن كان على رأيه من قومه ولو دخلت عليهم من أقطارها أي المدينة ثم سئلوا الفتنة أي الرجوع إلى الشرك لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان أهد الله مسؤولا فهم بنوا حارثة وهم الذين هموا أن يفشلوا يوم أحد مع بني سلمة حين همتا بالفشل يوم أحد ثم عاهد الله أن لا يعودوا لمثلها أبدا فذكر لهم الذي أعطوا من أنفسهم ثم قال تعالى قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون له من دون الله أوليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم أي من أهل النفاق والقائلين لإخوانهم هلوم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أي إلا دفعا وتعذيرا أشحة عليكم أي للضغن الذي في أنفسهم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يوشى عليه من الموت أي إعظاما له وفرقا منه فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أي في القول بما لا تحبون لأنهم لا يرجون آخرة ولا تحملهم حسبة فهم يهابون الموت هيبة من لا يرجو ما بعده يحسبون الأحزاب لم يذهبوا قريش وغطفان وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا ثم أقبل على المؤمنين فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أي لألا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ولا عن مكان هو به ثم ذكر المؤمنين وصدقهم وتصديقهم بما وعدهم الله من البلاء يختبرهم به فقال ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادوهم إلا إيمانا وتسليما أي صبرا على البلاء وتسليما وتصديقا للحق لما كان الله تعالى وعدهم ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة أي فرغ من عمله ورجع إلى ربه كمن استشهد يوم بدر ويوم أحد ومنهم من ينتظر أي ما وعد الله به من نصره والشهادة على ما مضى عليه أصحابه يقول الله تعالى وما بدلوا تبديل أي ما شكوا وما ترددوا في دينهم وما استبدلوا به غيره يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم أي قريشا وغطفا لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب أي بني قريرة من صياصيهم والصياصي الحصوم والآطام التي كانوا فيها وقدف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا أي قتل الرجال وسبي الذراري والنساء وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها يعني خيضر وكان الله على كل شيء قدر فلما انقضى شأن بني قريضة انفجر بسعد بن معاذ جرحة فمات منه شهد عن الحسن البصري قال كان سعد رجلا بادنا فلما حمله الناس وجدوا له خفة فقال رجال من المنافقين والله إن كان لبادنا وما حملنا من جنازة أخف منه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن له حملة غيركم والذي نفسي بيده لقد استجشرت الملائكة بروح سعد واهتزله العرش وقتل من المشركين ثلاثة نفر منبث ابن عثمان ابن عبيد أصابه سهم فمات منه بمكة ومن بني مخزون ابن يقضى نوفل ابن عبد الله ابن المغيرة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم جسده وكان اقتحم الخندق فتورط فيه فقتل فغلب المسلمون على جسده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حاجة لنا في جسده ولا بثمنه فخلى بينه وبينه ومن بني عامر ابن لؤي عمر ابن عبد ود قتله علي ابن أبي طالب واستشهد يوم بني قريضة من المسلمين خلاد ابن سويد طرحت عليه رحا فشدخته شدخا شديدا فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن له لأجر شهدي ومات أبو سنان ابن محصن ابن حرثان ورسول الله صلى الله عليه وسلم محاص بني قريضة فدفن في مقبرة بني قريضة ولما انصرف أهل الخندق عن الخندق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا ولكنكم تغزونهم فلم تغزهم قريش بعد ذلك وكان هو الذي يغزها حتى فتح الله عليه مكة عنوان غزوة بني لحيان ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ذا الحجة والمحرم وصفرا وشهري ربيع وخرج في جماد الأولى على رأس ستة أشهر من فتح قريضة إلى بني لحيان يطلب بأصحاب الرجيع خبيب ابن عدي وأصحابه وأظهر أنه يريد الشام ليصيد من القوم غرة أي غفلة فخرج من المدينة حاشيه حاشيه واستعمل عليها ابن أم مكتوم فسلك على غراب جبل بناحية المدينة على طريقه إلى الشام ثم على مخيض ثم على البتراء ثم صفق أي انصرف ذات اليسار فخرج على بين حاشيه بين بالكسر واد قرب المدينة ثم على صحيرات اليمان ثم استقام به الطريق على المحجة من طريق مكة فأغذ السير سريعا حتى نزل على غران وهي منازل بني لحيان وغران واد بين أمج وعسفان إلى بلد يقال له ساية فوجدهم قد حجروا وتمنعوا في غؤوس الجبال فلما نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخطأه من غرتهم لما أراد قال لو أنا هبطنا عسفان لرأى أهل مكة فأنا قد جئنا مكة فخرج في مئتي راكب من أصحابه حتى نزل عسان ثم بعث فارسين من أصحابه حتى بلغ كراع الغميم ثم كروا وراح رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا فكان جابر ابن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين وجه راجعة آيبون تائبون إن شاء الله لربنا حامدون أعوذ بالله من وعثاء السفر وكآبة منقلب وسوء المنظر في الأهل والمال وعثاء السفر مشقته وشدته عنوان غزوة ذي قرد ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فلم يقن بها إلا ليالي قلائم حتى أغار أيينة ابن حصن ابن حديفة ابن بدر الفزاري في خيل من غطفان على لقاح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالغابة الغابة موقع قرب المدينة من ناحية الشام وفيها رجل من بني غفار وامرأة له فقتلوا الرجل واحتملوا المرأة في اللقاح وكان أول من نذر بهم سلمة ابن عمر ابن الأكوع السلمي غدا يريد الغابة متوشحا قوسه ونبله ومعه غلام لطلحه ابن عبيد الله معه فرس له يقوده حتى إذا على ثنية الوداع نظر إلى بعض خيولهم فأشرف في ناحية سلع ثم صرخ وصبحاه ثم خرج يشتد في آثار القوم وكان مثل السبع حتى لحق بالقوم فجعل يردهم بالنبل ويقول إذا رمى خذها وأنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع حاشية جمع راضع والراضع اللئيم والمعنى اليوم يهلك اللئان عودة للنص فإذا وجهت الخيل نحوه انطلق هاربا ثم عارضه فإذا أنكنه الرمي رمى ثم قال خذها وأنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع فيقول قائلهم أويكعنا هو أول النهار وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم صياح ابن الأكوع فصرخ بالمدينة الفزع الفزع فترامت الخيول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أول من انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفرسان النقداد ابن عمر ثم عباد ابن بش ابن وقش وسعد ابن زيد وأسيد ابن بهير وعكاشة ابن محصن ومحرز ابن نظلة وأبو قتادة الحارث ابن ربعي وأبو عياش عبيد ابن زيد فلما اجتمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليهم سعد ابن زيد ثم قال اخرج في طلب القوم حتى ألقك بالناس ولما تلاحقت الخير قتل أبو قتادة الحارث ابن ربعي حبيب ابن عيين ابن حصن وغشاه ببرده ثم لحق بالناس وأقبل وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فإذا حبيب مسجن ببرد أبي قتادة فاسترجع الناس وقالوا قتل أبو قتادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بأبي قتادة ولكنه قتيل لأبي قتادة وضع عليه بردة لتعرف أنه صاحبه وأدرك أكاشة ابن محصن أوبار وابنه عمر ابن أوبار وهما على بعير واحد فانتظمهما بالرمح فقتلهما جميعا واستنقدوا بعض اللقاح وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بالجبل منذ قرب وتلاحق به الناس فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم به وأقام عليه يوما وليلة وقال سلمة ابن الأكوع يا رسول الله لو سرحتني في مئة رجل لستنقذت بقية السرح وأخذت بأعناق القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم حتى قدم المدينة بئس ما غزوة المريسيع فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد جماد الآخرة ورجبا ثم غزى بن المستلق من هزاء في شعبان سنة ست بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بن المستلق يجمعون له وقائدهم الحارث ابن أبي ضرار أبو جويرية بنت الحارث زوج رسول الله فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم خرج إليهم حتى لقيهم على ماء يقال له المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل فتزاحف الناس واقتتلوا فهزم الله بن المستلق وقتل من قتل منهم ونفل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناءهم ونساءهم وأموالهم فأثاءهم عليه وقد أصيب رجل من المسلمين من بني كعب ابن عوف يقال له هشام ابن صبادة أصابه رجل من الأنصار من رهط عبادة ابن الصابت وهو يرى أنه من العدو فقتله خطأ فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الماء وردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار يقال له جهجاه ابن مسعود يقود فرسه فازدحم جهجاه وسنان ابن وبر الجهني على الماء فاقتتل فصرخ الجهني يا معشر الأنصار وصرخ جهجاه يا معشر المهاجرين فغضب عبد الله ابن أبي ابن سلون وعنده رحت من قومه فيهم زيد ابن أرقم غلام حدث فقال أو قد فعلوها قد نافرون وكاثرون في بلادنا والله ما أعدنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول سم من كلبك يأكلك أما والله لإن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل ثم أقبل على من حضره من قومه فقال لهم هذا ما فعلتم بأنفسكم أحللتموهم بنادكم وقاسمتموهم أموالكم أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير ذاركم فسمع ذلك زيد ابن أرقم فمشى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عند فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدوه فأخبره الخبر وعنده عمر ابن الخطاب فقال مر به عباد ابن بش فليقتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه لا ولكن أذن بالرحيل وذلك في ساعة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتحل فيها فارتحل الناس وقد مشى عبد الله ابن أبي ابن سلول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن زيد ابن أرقم قد بلغه ما سمع منه فحلف بالله ما قلت ما قال ولا تكلمت به وكان في قومه شريفا عظيما فقال من حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار من أصحابه يا رسول الله عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل حدبا على ابن أبي سلول ودفعا عنه فلما استقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار لقيه أسيد ابن حضير فحياه بتحية النبوة وسلم عليه ثم قال يا نبي الله والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما بلغك ما قال صاحبكم قال وأي صاحب يا رسول الله قال عبد الله ابن أبي قال وما قال قال زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل قال فأنت فأنت يا رسول الله والله تخرجه منها إن شئت هو والله الذليل وأنت العزيز ثم قال يا رسول الله ارفق به فوالله لقد جاءنا الله بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه فإنه ليرى أنك قد استلبته ملكا انتهى الشريط الثاني عشر وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالاً وهذا هو الشريط الثالث عشر من الكتاب ثم بشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يومهم ذلك حتى أمس وليلتهم حتى أصبح وصدر يومهم ذلك حتى آلتهم الشمس ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أو وجدوا مس الأرض فوقعوا مياما وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشعر الناس بالحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله ابن أبي ثم راح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وسلك الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز فويقاً نقيع يقال له بقعاء فلما راح رسول الله صلى الله عليه وسلم هبت على الناس ريح آذتهم وتخوفوها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخافوها فإنما هبت لموت عظيم من عظماء الكفار فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة ابن زيد ابن تابوت أحد بني قيمقاء وكان عظيماً من عظماء يهود وكهفاً للمنافقين مات في ذلك اليوم ونزلت السورة التي ذكر الله فيها المنافقين في ابن أبي ومن كان على مثل أمره فلما نزلت أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذن زيد بن أرقم ثم قال هذا الذي أوفى لله بأذنه وبلغ عبد الله ابن عبد الله ابن أبي الذي كان من أمر أبيه فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله ابن أبي فيما بلغك عنه فإن كنت لابد فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه فوالله لقد عرمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله ابن أبي يمشي في الناس فأقتله فأقتل رجلا مؤمنا بكافر فأدخل النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نترفق به ونحسن سحبته ما بقي معنا وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر ابن الخطاب حين بلغه ذلك من شأنهم كيف ترى يا عمر أما والله لو قتلته يوم قلت لي أقتل لأرعدت له آنف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلت قال عمر قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري وقدم مقهس ابن سبابة من مكة مسلما في مره فقال يا رسول الله جئتك مسلما وجئتك أطلب دية أخي قتل خطأ فأمر فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدية أخيه هشام ابن سبابة فأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غير كثير ثم غدا على قاتل أخيه فقتله ثم خرج إلى مكة مرتدع وأصيد من بن مستلق يومئذ الناس حاشية قال ابن هشام وكان شعار المسلمين يوم بني مستلق يا منصور أمد أمد عودة بالنص وقتل علي ابن أبي طالب منهم رجلين نالكا وابنه وقتل عبد الرحمن ابن عوف رجلا من فرسارهم يقال له أحمر أو أحيمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصاب منهم سبيا كثيرا فقتمه في المسلمين وكان في من أصيب يومئذ من السبايا جويرية بنت الحارث ابن أبي غرام زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بن مستلق وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت ابن قيس ابن الشناس أو لابن عم الله فكاتبته على نفسها وكانت امرأة حوة ملاحة ولا راه أحد إلا أخذت بنفسه فآتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت فدخلت عليه فقالت يا رسول الله أنا جويري بنت الحارث ابن أبي غرار سيد قومه وقد أصابني من البلاء ما لم يغف عليك فوقعت فوقعت في السهم لثابت ابن ابن قيس ابن الشناس أو لابن عمي فكاتبته على نفسي فجئتك أستعينك على كتابتي قال فهل لك في خير من ذلك قالت وما هو يا رسول الله قال أقضي عنك كتابتك وأتزوجك قالت نعم يا رسول الله قال قد فعلت وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية ابنة الحارث ابن أبي غرار فقال الناس أصحار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسلوا ما بأيديهم قالت فلقد اعتق بتزوجه إياها لئة أهل بيت من بني المستلق فما أعلم امرأة كانت أعظم على قلبها بركة منها وعيزيد ابن ريمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليهم بعد إسلامه الوليد بن عقبة ابن أبي معيد فلما سمعوا به ركبوا إليه فلما سمع بهم هابه فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن القوم قد هموا بقتله ومنعوه ما قبلهم من صدقتهم فأكثر المسلمين في ذكر غزوهم حتى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يغزوه فبينما هم على ذلك قدم وفدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سمعنا برسولك حين بعثته إلينا فخرجنا إليه لنكرمة ونؤدي إليه ما كدلنا من الصدقة فانشمر راجع أي جد وأسرع فبلغنا أنه زعم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خرجنا إليه لنقتله ويالله ما جئنا لذلك فأنزل الله تعالى فيه وفيهم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلكم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لن نطيعكم في كثير من الأمر لعنتم إلى آخر الآية وقد أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفره ذلك حتى إذا كان قريبا من المدينة وكانت معه عائشة في سفره ذلك قال فيها أهل الإفك ما قالوا عموان خبر الإفك في غزوة بن المستلق سنة ست عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسان فأيتهن خرج سهنها خرج بها معه فلما كانت غزوة بن المستلق أقرع بين نسان كما كان أسمع فخرج سهني عليهن معه فخرج برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النساء إذاك إنما يأكل العلق العلق جمع علقة وهو ما يتبلغ به من الطعام لم يهوجهن اللحم فيثقل وكنت إذا رحل ببعيري جلست في هودج ثم يغتل قوم الذين يرحلون لي ويحملون لي فيأخذون بأسفل الهودج فيرفعونه فيضعونه على وهر البعير فيشدونه بحباره ثم يأخذون برأس البعير فينطلقون به فلما فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفره ذلك وجه قافلة حتى إذا كان قريبا من المدينة نزل منزلا فبات فيه بعض الليل ثم أذن في الناس بالرحيل فارتحل الناس وخرجت وخرجت لبعد حاجتي وفي عنقي عقد لي فيه جزع بفار الجزع الخرز ونفار مدينة باليمن قرب سنعا فلما فرغت إن سل من عنقي ولا أدري فلما رجعت إلى الرحل ذهبت ألتمسه في عنقي فلم أجد وقد أخذ الناس في الرحيل فرجعت إلى مكان الذي أغدت إليه فالتمسته حتى وجدته وجاء القوم خلافي الذين كانوا يرحلون لي البعير وقد فرغوا من رحلته فأخذوا الهودج وهم يذنون أني فيه كما كنت أصنع فاحتملوه فشدوه على البعير ولم يشكوا أني فيه ثم أخذوا برأس البعير فانطلقوا به فرجعت إلى العسكر وما فيه من داع ولا مجيب قد انطلق الناس فتلففت بجنباب ثم اتجعت في مكان وعرفت أن لو قد افتقدت لرجع إلي فولله إني لم اتجع إذ مر بي صفوان ابن معطل السلمي وقد كان تفلف عن العسكر لبعد حادته فلم يبت مع الناس فرأى سواد فأقبل حتى وقف عليه وقد كان يراني قبل أن يذرب علينا الحجاب فلما رآني قال إنا بالله وإنا إليه راجعون دعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متلففة في ثيابي قال ما خلفك يرحمك الله فما كلمته ثم قرب البعير فقال اركبي واستأخر عني فركبت وآخذ برأس البعير فانطلق سريعا يطلم الناس فوالله ما أدرك الناس وما افتقدت حتى أصبحت ونزل الناس فلما اطمعني طلع الرجل يقود بي فقال أهل الإفك ما قال فارتعج العسكر ووالله ما أعلم بشيء من ذلك ارتعج تحرك والطرب ثم قدم المدينة فلم ألبث أن اشتكيت شكوا شديدا الشكوى المرض ولا يبلغني من ذلك شيء وقد انتهى الحدوث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبوي لا يذكرون لي منه قليلا ولا كثيرا إلا أني قد أكبرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد لطفه بي كنت إذا اشتكيت رحمني ولطفدي فلم يفعل ذلك بي في شكوا تلك فأنكرت ذلك منه كان إذا دخل علي وعندي وإني تمرهني قال كيف تيكم لا يزيد على ذلك حتى وجدت في نفسي فقلت يا رسول الله حين رأيت ما رأيت من جفائه لو أذنت لي فانتقلت إلى أمي فمرمتني قال لا عليك قالت فانتقلت إلى أمي ولا علم لي بشيء مما كان حتى نقحت من وجعي بعد بزع وعشرين ليلة وكنا قونا لا نتفذ في بيوتنا هذه الكلف التي تتفذها أعاجا نعافها ونكرمها إننا كنا نذهب في فصح المؤمن وإنما كانت النساء يخرجن كل ليلة في حوائج من فخرجت ليلة لبعض حاجة ومعي أم مستح بنت أذيرها ابن المطلب ابن عبد مناف فوالله أمها لتمشي معي إذ عثرت في مطه وهو الكساء فقالت تعيس نسطح قالت بإطفل عمر الله ما قلت لرجل من المهاجرين قد شهد بدرا قالت أولا بلاك الخبر يا بنت أبي بك قلت وما الخبر فأخبرت فأخبرتني بالذي قال من قول أهل الإفك قلت أو قد كان هذا قالت نعم والله لقد كان قالت فوالذي ما قدرت على أن أقضي حادتي ورجعت فوالله ما زلت أبكي حتى ظننت أن البكاء سيصدع كبري وقلت لأمي يغفر الله لك تحدث الناس بما تحدثوا به ولا تذكرين لي من ذلك شيئا قالت أي بني خفبي عليك الشأن فوالله لقل ما كانت امرأة حسنا عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرنا وكثر الناس عليها قال وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس يخطبهم ولا أعلم بذلك فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس ما دار رجال يؤذون ني في أهلي ويقولون عليهم غير الحق والله ما علمت منهم إلا خير ويقولون ذلك لرجل والله ما علمت منه إلا خير وما يدخل بيتا من بيتي إلا وهو معي قالت وكان كبر ذلك عند عبد الله ابن 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 سلول في رجال من الخزرج مع الذي قال مصطح وحمد بنت جحش وذلك أن أختها زينب بنت جحش كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن من نسائه امرأة تناصبني في المنزلة عنده غيرها فأما زينب فعصمها الله بذينها فلم تقل إلا خيرا وأما حمه بنت جحش فأشاعت من ذلك ما أشاعت تباد دني لأختها فشقيت بذلك فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المقالة قال أسيد ابن حرير يا رسول الله إن يكون من الأوس نكفي كهم وإن يكون من إخوارنا من الخزرج فمرنا بأمرك فوالله إنهم لأهل أن تذر بأعناقهم فقام سعد ابن عبادة وكان قبل ذلك ورى رجلا صالحا فقال كذبت لعلم الله لا نذرب أعناقهم أمن الله ما قلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أنهم من الخزرج ولو كانوا من قومك ما قلت هذا فقال أسيد كذبت لعمر الله ولكنك منافق تجادل عن المنافقين قالت وتساور الناس حتى كاب يكون بين هذين الحيين من الأوس والخلر أي شر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من على المنبر ودخل عليه فدعا علي ابن أبي طالب وأسامة ابن زيد فاستشارهما فأما أسامة فأثنى علي خير وقال ثم قال يا رسول الله أهلك ولا معلم إلا خيرا وهذا الكذب والباطل وأما علي فإنه قال يا رسول الله إن النساء لكثير وإنك لقاد على أن تستخلف وسر جاريا فإنها تصدقك فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مريرة ليسألها فقام إليها علي ابن هبي طالب فضربها ضربا شديدا وقال أسبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول والله ما أعلم إلا خيرا وما كنت أعيب على أعجيك شيئا إلا أني كنت أعجي عجيني فأعملها أن تحفله فتنان عنه فتأتي الشات فتأكل قالت ثم دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي أبواي وعندي امرأة من الأنصار وأنا أبكي وهي تبكي معي فجلس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا عائشة إنه كان ما بلعك من قول الناس فاتق الله وإن كنت قد قارفت سوء مما يقول الناس فتوبوا إلى الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده فوالله ما هو إلا أن قال لذلك فقلص دمي حتى ما أحس منه شيئا وانتظرت أبوي أن يجيب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتكلم وأي مما لأنا كنت أحقر في نفسي وأصغر شعلا من أن ينزل الله فيي قرآنا يقرأ به في المساجد ويسلى به ولكني قد كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه شيئا يكذب به الله عني لما يعلم الله من براتي أو يخبر خبرا فأما قرآن ينزل في فوالله لنفسي أحقر عندي من ذلك فلما لم أرى أبوي يتكلّمان قلت لهما ألا تجدان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وَاللَّهِ مَا نَدْرِي بِمَا نَجِبُهُ وَوَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ أَنَّ بَيْتٍ دَخَلْ عَلَيْهِمْ مَا دَخَلْ عَلَى آلِ أَذِبَكْرِ في تلك الأيام فلما استعجم علي استعبرت فذكيت ثم قلت والله لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبدا والله إني لا أعلم لئن أقرأت بما يقول الناس والله يعلم أني منه برية لا أقول أن مالا لكم ولئن أنا أنكرت ما يقولون لا تصدقوني قالت ثم التمست اسم العقوب فما أذكره فقلت ولكن سأقول كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون فوالله ما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه حتى تغشاه من الله ما كان يتغشاه فسجل بثوبه ويضعت له وسابه من أذن تحت رأسه فأما أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت فوالله ما فزعت ولا ضاليت قد عرفت أني برية وأما الله عز وجل غير ظالمي وأما أبوال فوالذي نفس عائشة بيده ما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت لتخرجن أنفسهما فرقا من أن يأتي من الله تحقيق ما قال الناس قالت ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس وإنه ليتحدر منه مثل الجمال في يوم شاد فجعل يمسح العرق عن جبينه ويقول أبشر يا عائشة فقد أنظر الله براءتك قلت بالحمد الله ثم خرج إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم ما أنظر الله عليه من القرآن في ذلك ثم أمر بنصطح ابن أثافة وحسان ابن ثابت وحملة ابن تجحش وكانوا ممن أفصح بن فاحشة فضربوا حدهم قال ابن اسحاق عن بعد رجال بن النجار أما أبا أيوب خالب بن زيد قالت له امرأته أم أيوب أتسمع ما يقول الناس في عائشة قال بلى وذلك الكلم أكنت يا أم أيوب فاعلة قالت والله ما كنت لأفعله قال فعائشة والله خير منك قالت فلما نزل القرآن ذكر من قال من أهل الفاحشة ما قال من أهل الإفك فقال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم بكل امرئ منه ما اكتصد من الإثم والذي تولى كبره منه له عذاب عظيم وذلك حسام ابن ثابت وأصحابه الأذين قالوا ما قالوا ثم قال تعالى ليلة سمعتموه لن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم غيرا أي فقالوا كما قال أبو أيوب وصاحبته ثم قال إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفوابكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه غينا وهو عند الله عظيم فلما نزل هذا في عائشة وفي من قال لها ما قال قال أبو بكر وكان ينفق على مستح لقرابته وحاجته والله لا أنفق على مستح شيئا أبدا ولا أنفأه بنفع أبدا بعد الذي قال لعائشة وأدخل علينا قالت فأنزل الله في ذلك ولا يأتلئ للفضل منكم والساعة أن يؤتوا للقرب والمساكين والمهازرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم فقال أبو بكر بنا والله إني لأحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مستح نفقته التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزلها منه أبدا قال ابو إسحاق وقال قائل من المسلمين في ضرب حسان وأصحابه لقد ناق حسان الذي كان أهله وحملة إذ قالوا هجيرا وانستحوا تعاطوا درجو الغيب زوج نبيهم وسخطت بالعرش الكريم فأترحوا وآذوا رسول الله فيها فجللوا مخازيا تبقى ونموها وفضحوا وسبت عليهم محصدات كأمها شآبين قطر من برى المزن تسفح انتهى الوجه الأول أمر الحديبية في آخر سنة ست ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة شهر رمضان وشوالا وخرج في ذي القعدة معتمرا لا يريد حربا قال ابن هشام واستعمل على المدينة نميلة بن عبد الله الليثي واستنفر العرب ومن حوله من أهل البياد من الأعراب ليخرجوا معه وهو يخشى من قريش منذ صنعه أن يعرضوا له بحرب أن يصدوه عنه بيت فأبطع عليه كثير من الأعراب وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن لحق به من العرب وساق معه الهدي حاشية كان سبعين بدنة وكان الناس سبعمائة رجل فكانت كل بدنة عن عشرة نفر عودة للنص وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حرب وليعلم الناس وليعلم الناس أنه إنما خرج زائرا لهذا البيت ومعظما له وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعسفان وهو منهل من مكة على مرحلتي لقيه بشف ابن سفيان الكعبي فقال يا رسول الله هذه القريش قد سمعت بمسيرك فخرجوا معهم العود المطافين حاشية العود جمع عائد وهي الحديثة النتاج من الإبن والمطافير التي معها أولادها يريد أنهم خرجوا بذوات الألبان من الإبن ليتزودوا ألبانها ولا يرجعوا حتى يناجزوا محمدا عودة للنص وقد نزلوا بذيطها وهو موضع قرن مكة يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبدا وهذا خالد ابن وريد في خيلهم قد قدموها إلى كراع الغميم وكراع الغميم واب أمام عسفان بثمانية أميال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين السائر العرب فإنهم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرهم وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة فما تظن قريش فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني به حتى يذهره الله أو تنفرد هذه السالفة والسالفة صفحة العنق ثم قال من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها وإن رجلا من دني أسلم قال أنا يا رسول الله فسلك بهم طريقا وعرا أجرا والأجرا الكثير الحجارة بين شعاب فلما قرجوا منه وقد شق ذلك على المسلمين وأفضوا إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس قولوا نستغفر الله ونتوب إليه فقالوا ذلك فقالوا والله إنها من الحد التي عرضت على بني إسرائيل فلم يقولها إشارة إلى قولها تعالى وقولوا حطة ومعناه اللهم حط عنا ذنبنا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال أسلكوا ذاك اليمين بين ظهر الحمد في طريق تخرجهم على ثنية المرار نحبط الحديمية من أسفل مكة فسلك الجيش ذالف الطريق فلما رأت خير قريش قطرة الجيش قد خالفوا عن طريقه رجعوا راكضين إلى قريش وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا سلك في ثنية المرار بركت ناقته فقالت الناس خلأت الناقة خلأت بركت ولم تنهب قال ما خلأت وما هو لها بخلق ولكن حبسها حابس الفين عن مكة لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها ثم قال للناس انزلوا قيل له يا رسول الله ما بالوادي ما أن ننزل عليه فأخرج سحنا من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه فنزل به في قريب من تلك القرب فغرزه في جوفه فجاش بالرواة حتى ضرب الناس عنه بعطا الرواء الكثير والعطا مبرك الإبل حول الماء فلما اطمئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه بذير ابن ورقاء الخزعي في رجال من خزعه فكلموه وسألوا ما الذي جاء به فأخبرهم أنه لم يأتي يريد حرما وإنما جاء زائرا للبيت ومعظما لفرنته ثم قال لهم نحو مما قال لبشر بن سفيان فرجعوا إلى قريش فقالوا يا معشر قريش إنكم تعجلون على محمد إن محمدا لم يأتي لقتال وإنما جاء زائرا هذا البيت فالتهميهم وجبهوهم أي خاطبوهم بما يكرهون وقالوا وإن كان جاء لا يريد قتالا فوالله لا يدخلها علينا عنوة أبدا ولا تحدث بذلك عنا العرب وكانت خزاعه عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمها ومشركها لا يخفون عنه شيئا كان بمكة ثم بعثوا إليه مكرز ابن حفص ابن الأخيث فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل قال هذا رجل مغادر فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا مما قال لبديل وأصحابه فرجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله صلى الله عليه ثم بعثوا إليه الحليس ابن علقمة أو ابن زبان وكان يومئذ سيء الأحابيش فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا من قوم يتألهون أي يعظمون الله فابعثوا الهدي في وجهه حتى يرى فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرب الوادي في قلعه وقد أكد أوباره من طول الحبس عن محله رجع إلى قريش ولن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما لما رأى فقال لهم ذلك فقالوا له اجلس فإنما أمت أعرابي الله الملك فغضب عند ذلك وقال يا معشر قريش والله ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عاقدناكم أي صد عن بيت الله من جاء معظما له والذي نفس الحريس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد فقال له نكف عنا يا حليس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرى به ثم دعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عروة بن مسؤوله الثقافي فخرج فخرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه ثم قال يا محمد أجدعت أوشاب الناس الأوشاب الأخلاق ثم جئت بهم إلى بيغتك لتفدها بهم بيغة الرجل قبيلته وعشرته إنها قريش قد خرجت معها العود النطافيلي قد لبسوا جنوب النور يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبدا وألم الله لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا وأبو بكر الصديق خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد فقال انسس بذر الله أنحن ننتشف عنه قال من هذا يا محمد قال هذا ابن أبي قحافة قال أنا والله لولا يد قد كانت لك عندي لك فأتك بها ولكن هذه بها ثم جعل يتناول لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكلم والمغيرة ابن شعبة وقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديد فجعل وقرأ وده إذا تناول لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول اكفف يدك عن وجه رسول الله قبل أن لا تصل إليك فيقول ويقول ويقول ويحك ما أفذك وأغلبك فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ورأ من هذا يا محمد قال هذا ابن أخيك المغيرة ابن شعبة قال أي غدر وهل غسلت سوئتك إلا بالأمس فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو مما كلم به أصحابه وأخبره أنه لم يأتي يريد حربا فقام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه لا يتوذأ إلا وابتدروا ودوءه ولا يبسق بساقا إلا ابتدروه ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوا فرجع إلى قريش فقال يا معشر قريش إني قد جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشية في ملكه وإني والله ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد في أصحابه وقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا فروا رأيكم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعى طراش ابن أمية الخزاعي فبعثه إلى قريش بمكة وحمله على بعير له يقال له الثعلب ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له فقال فقال يا رسول الله يا رسول الله إني أخاف قريشا على نفسي وليس بمكة من بني عدي ابن كاب أحد يلنعني وقد عرفت قريش عداوتي إليها وذلبتي عليها ولكني أدلك على رجل أعز بها مني عثمان ابن عفان فدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان ابن عفان فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش أخبرهم أنه لم يأتي لحرب وأنه إنما جاء زارا لهذا البيت ومعظما لحرمته فخرج أثمان إلى مكة فلقيه أدام ابن سعيد ابن العاس حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها فحمله بين يديه ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أثمان حتى أتى أدى سفيان وأمماء قريش فدلغهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم إن شئت أن تطوف بالبيت فطف فقال ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتبسته قريش عندها فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أمن عثمان المعثم قد قتل عنوان بيعة الرضوان قال ابن إسحاق فحدثني عبد الله ابن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين بلغه أن عثمان قد قتل لا نبرح حتى نناجز القوم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة فكان الناس يقولون باياهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت وكان جابر ابن عبد الله يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبايعنا على الموت ولكن بايعنا على أن لا نفر فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ذكر ابن نشان أن أول من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان أبو سنان الأسدي ولم يتخلف عنه أحد من المسلمين حضرها إلا الجد ابن قيس أخو بني سلمة فكان جابر ابن عبد الله يقول والله لكأني أنظر إليه لاصقا بابتناقته قبل مبائريها أي لسق بها والستر يستتر بها من الناس ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي ذكر من أمر عثمان باطل عميان أمر الهدنة صلح الحضيرية ثم بعثت قريش سمين بن عمر أخى بني عامر بن مؤيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له ائت محمدا فصارح ولا يكن في سلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا فوالله لا تحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدا فأتاه سهيل بن عمر فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا قال قد أراد القوم السلحة حين بعثوا هذا الرجل فلما انتهى سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم فأطال الكلام وتراجعا ثم جرى بينهما السلحة فلما التأم الأمر ولم يبقى إلا الكتاب وثب عمر ابن الخطاب فأتى أبا ذكر فقال يا أبا ذكر أليس برسول الله قال بلى قال أولسنا بالمسن قال بلى قال أليس بالمشركين قال بلى قال فعلى من أعطي الدنية في ذننا قال أبا ذكر يا عمر انزم غرزر أي انزم أمره فإني أشهد أنه رسول الله قال عمر وأنا أشهد أنه رسول الله ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألست برسول الله قال بلى قال قال أولسنا بالمسلمين قال بلى قال أوليس بالمشركين قال بلى قال فعلى من أعطي الدنية في ذننا قال أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولي نذعني فكان فكان عمر يقول ما زلت أتصدق وأصوم وأصنني وأعتق من الذي صنعت يومئهم مخافة كلام الذي تكلمت به حتى رجوت أن يكون خيرا ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بن أبي طالب من رذوان الله عليه فقال أكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل لا أعرف هذا ولكن أكتب باسمك الله فكتبها ثم قال اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل ابن عمر فقال سهيل لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله سهيل بن عمر استلح على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعدهم عن بعض على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم ومن جاء قريشا من من مع محمد لم يرده عليهم وإن بيننا عيبة مكفوفة حاشية أصل العيبة وعاء من جند يكون فيه النتاع مكفوفة أشرجت على ما فيها وأقفلت ضرب ذلك مثلا للقلوب التي طويت على ما تعاقدوا عليه عودة من نص وإنه لا إسلام ولا إغلال الإسلام السرقة الخفية والإغلال الخيانة وإنه من أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم وعهدهم دخل فيه فتواسبت خزاعة فقالوا نحن في عقد محمد وعهده وتواسبت بن بكر فقالوا نحن في عقد قريش وعهدهم وإنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة وإنه إذا كان عام قابل خرجنا عنها فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثة معك سلاح الراكم السلوف في القرب لا تدخلها بغيرها فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتم الكتاب هو وسهيل ابن عمر إذ جاء أبو جندل ابن سهيل ابن عمر يرسخ في الحديد قد انفلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا وهم شكون في فتح لرؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع وما تحمل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه دخل على الناس من ذلك أمر عظيم حتى تادوا يهلكون فلما رأى سهيل أبو جندل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلبيبه التلبيب مجمع الثياب عند الصدر والنحر أخذ بتلبيبه جمع عليه ثوبه عند صدره وقبض عليه يجره ثم قال يا محمد قد لج في القضية أي تم الحكم بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا قال صدقت فجعل ينتره بتلبيبه ويجره ليرده إلى قويش وجعل أبو جندل واصرخ بأعلى صوته يا معشر المسلمين أأرد إلى المشركين يفتنونني في ديني فزاد ذلك الناس إلى مادهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا جندل اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمنعك من المستضعفين فرجا ومخرجا إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم سلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله وإنا لا نغدر بهم فيسد عمر المخطاب مع أبي جندل يمشي إلى جنبه ويقول اصبر يا أبا جندل فإنهم المشركون وإننا دم أحدهم دم كلب ويدني عمر قائم السيف منه يقول عمر رجعت أن يأخذ السيف فيضرب به أبا فضن الرجل بأبيه ونفذت القضية فلما فرغ من الكتاب أشهد على الصلح رجالا من المسلمين ورجالا من المشيكين أبي بكر الصديق وعمر ابن الخطاب وعبد الرحمن ابن العوف وعبد الله ابن سبيل ابن عمر وسعد ابن أبي وقاس ونحميد ابن مسلمة ومكرز ابن حفص وهو يومئذ يشرك وعلي ابن أبي طالب وكتب وكان هو كاتب الصحيفة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطربا في الحل وكان يسلي في الحرم فلما فرغ من الصلح قام إلى هده فنحر ثم جلس فحلق رأسه فلما رأى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نحر وحلق تغاثبوا ينحروا ويحلقوا ثم صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهه ذلك قافلا حتى إذا كان بين مكة والمنين نزلت سؤرة فتح إنا فتحنا لك فتحا مبين ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم رعمته عليك ويهديك صراطا مستقيمة ثم قال تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمني وحلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلم أي لرؤى رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رأى أنه سيدخل مكة آمنا لا يخاف يقول وحلقين مؤوسكم ومقصرون معه لا تخافون فعلم من ذلك ما لم تعلم فذعلم دون ذلك فتحا طريقة انتهى الشريط الثالث عشر وللكتاب بقية على الشريط التالي اشتركوا في القناة وهذا هو الشريط الرابع عشر من الكتاب صلح الحديبية يقول الزهري فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه إنما كان القتال حيث التقى الناس فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب وأمن الناس بعضهم بعضا والتقوا فتفاودوا في الحديث والمنازعة فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه ولقد دخل في تينك السنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر حاشية قال ابن هشام والدليل على قول الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحديبية في 1400 في قول جابر بن عبد الله ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف عنوان اكهو المسير إلى خيبر في المحرم سنة سبع ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين رجع من الحديبية ذا الحجة وبعض المحرم وولي تلك الحجة المشركون ثم خرج في بقية المحرم إلى خيبر عن أبي معتب ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أشرف على خيبر قال لأصحابه وأنا فيهم قفوا ثم قال اللهم رب السماوات وما أضلل ورب الأراضين وما أقلل ورب الشياطين وما أضلل ورب الرياح وما أذرين فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعود بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها اقدموا بسم الله قال وكان يقولها عليه السلام لكل قرية دخلها وعن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزى قوما لم يغر عليهم حتى يصبح فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أذانا أغار فنزلنا خيبر ليلا فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أصبح لم يسمع أذانا فركب وركبنا معه فركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقبلنا عمال خيبر خادين قد خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم حاشية المساحي جمع مسحا وهي مجرفة من حديد والمكتل قفة كبيرة فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والجيش قالوا محمد والخميس حاشية الخميس الجيش لانتظامه خمسة فرق الميمنة والميسرة والمقدمة والمؤخرة والقلب فأدبروه الرابا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمِ فَسَاءَ ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه حتى نزل بواد يقال له الرجيع فنزل بينهم وبين غطفان ليحول بينهم وبين أن يمدوا أهل خيبر وكانوا لهم مظاهرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغني أن غطفان لما سمعت بمنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر جمعوا له ثم خرجوا ليظاهروا يهود عليه أي يعاونوا وينصروا حتى إذا ساروا منقله أي مرحله سمعوا خلفهم في أموالهم وأهليهم حسا ظنوا أن القوم قد خالفوا إليهم فرجعوا على أعقابهم فأقاموا في أهليهم وأموالهم وخلوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خيبر وتدنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأموال يأخذها مالا مالا تدنى أخذ الأدنى فالأدنى ويفتحها حسنا حسنا فكان أول حصونهم أفتتح حسن ناعم وعنده قتل محمود بن مسلمة ألقيت عليه منه رحا فقتلته ثم القموس حسن بني أب الحقيق وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم سبايا منهن صفية بنت حيي ابن أخطب وكانت عند كنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق وبنتي عم لها فاصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية لنفسه وكان دحية ابن خليفة الكلبي قد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية فلما اصطفاها لنفسه أعطاه ابنتي عمها وفشت السبايا من خيبر في المسلمين ولما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصونهم افتتح وحاز من الأموال ما حاز انتهوا إلى حصنيهم الوطيح والسلالم وكان آخر حصون خيبر افتتاحا فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة وخرج مرحب اليهودي من حصنهم قد جمع سلاحه يرتجز ويقول قد علمت خيبر اني مرحب شاك السلاح بطل مجرب اطعن احيانا وحينا اضرب اذا الليوث اقبلت تحربوا ان حماية للحما لا يقرب وهو يقول من يبارز فاجابه كعب ابن مالك قد علمت خيبر اني كعب مفرج الغمى جريء صلب اذا شبت الحرب تلتها الحرب معي حسام كالعقيق كالعقيق عظب نطأكم حتى يذل الصعب نعطي الجزاء او يفي ان نهب بكف ماض ليس فيه عتب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لهذا قال محمد ابن مسلمة انا له يا رسول الله انا والله الموتور الثائر قتل اخي بالامس قال فقم اليه اللهم اعنه عليه فلما دنى احدهما من صاحبه دخلت بينهما شجرة عمرية اي قديمة من شجر العشر شجر العشر شجر املس ضعيف العود فجعل احدهما يلوذ بها من صاحبه كلما لاذ بها اقتطع صاحبه بسيفه ما دونه منها حتى برز كل واحد منهما لصاحبه وصارت بينهما كالرجل القائم ما فيها فنن ثم حمل مرحب على محمد ابن مسلمة فضربه فاتقاه بالدرقة فوقع صيفه فيها فعضت به فامسكته وضربه محمد ابن مسلمة حتى قتله ثم خرج بعد مرحب اخوه ياسر وهو يقول من يبارز فزعم هشام ابن عروة ان الزبير ابن العوام خرج الى ياسر فقالت امه صفية بنت عبد المطلب يقتل ابني يا رسول الله قال بل ابنك يقتله ان شاء الله فخرج الزبير فالتقيا فقتله الزبير وعن سلمة ابن عمر ابن الاكوع قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر الصديق رضي الله عنه برايته الى بعض حصون خيبر فقاتل فرجع ولم يك فتح وقد جهد ثم بعث الغدى عمر ابن خطاب فقاتل ثم رجع ولم يك فتح وقد جهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه ليس بفرار فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضوان الله عليه وهو ارمد فتفل في عينيه ثم قال خذ هذه الراية فامضي بها حتى يفتح الله عليك يقول سلمة فخرج والله بها يأنح يهرول هروله وإنا لخلفه يتبع أثره حتى ركز رايته في رضم الرضم الحجارة المجتمعة من حجارة الحصن فاطلع إليه يهودي من رأس الحصن فقال من أنت قال أنا علي ابن أبي طالب يقول اليهودي علوتم وما أنزل على موسى فما رجع حتى فتح الله على يديه وحاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر في حصنهم الوطيح والسلالم حتى إذا أيقنوا بالهلكة سألوه أن يسيرهم وأن يحقن لهم دماءهم ففعل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حاز الأموال كلها الشق ونطات والكتيبة وجميع حصونهم إلا ما كان من ذينك الحسنين فلما سمع بهم أهل فدك قد صنعوا ما صنعوا بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسيرهم وأن يحقن دماءهم ويخلوا له الأموال ففعل وكان في من مشى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم في ذلك محيصة ابن مسعود أخو بني حارثة فلما نزل أهل خيبر على ذلك سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعاملهم في الأموال على النصف وقالوا نحن أعلم بها منكم وأعمروا لها فصالحهم فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصف على أن إن شئنا أن نخرجكم أخرجناكم فصالحه أهل فدك على مثل ذلك فكانت خيبر فيئا بين المسلمين وكانت فدك خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدت له زينب ابنة الحارث امرأة سلام ابن مشكم شاة مصلية أي مشوية وقد سألت أي عضو من الشاة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل لها الذراع فأكثرت فيها من السم ثم سمت سائر الشاة ثم جاءت بها فلما وضعتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول الذراع فلاك منها مضغة ثم دعا بها فاعترفت فقال ما حملك على ذلك قالت بل أنت من قومي ما لم يخف عليك فقلت إن كان ملكا استرحت منه وإن كان نبيا فسيخبر فتجاوز عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تبشر من أكلته التي أكل فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر انصرف إلى وادي القرى فحاصر أهله لياليا ثم انصرف راجعا إلى المدينة ولما أهرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية بخيبر أو ببعض الطريق وكانت التي جملتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومشطتها وأصلحت من أمرها أم سلين بنت ملحان أم أنس ابن مالك فبات بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له وبات أبو أيوب خالد ابن زيد متوشحا سيفا يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطيف بالقبة حتى أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى مكانه قال ما لك يا أبا أيوب قال يا رسول الله خفت عليك من هذه المرأة وكانت امرأة قد قتلت أباها وزوجها وقومها وكانت حديثة عهد بكفر فخفتها عليك فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم احفظ أبا أيوب كما بات يحفظني ولما صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فكان ببعض الطريق قال من آخر الليل من رجل يحفظ علينا الفجر لعلنا ننام قال بلال أنا يا رسول الله أحفظه عليك فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل الناس فناموا وقام بلال فصلى ما شاء الله عز وجل أن يصلي ثم استند إلى بعيره واستقبل الفجر يرمقه فغلبته عينه فنام فلم يوقظهم إلا مس الشمس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول أصحابه هبى فقال ماذا صنعت بنا يا بلال قال يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك قال صدقت ثم اقتد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيره غير كثير ثم أناخ فتوضأ وتوضأ الناس ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فلما سلم أقبل على الناس فقال إذا نسيتم الصلاة فصلوها إذا ذكرتمها فإن الله تبارك وتعالى يقول أقم الصلاة لذكري وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني قد أعطى ابن لقيم العبسي حين افتتح خيبر ما بها من دجاجة أو داج والداج ما يألف بيوت الناس كالشات والحمامة وكان فتح خيبر في صفر فقال ابن لقيم العبسي في خيبر رميت نطاة من النبي بفيلق شهباء ذات مناكب وفقار واستيقنت بالذل لما شهعت ورجال أسلم وسطها وغفاري صبحت بني عمر بن زرعة غدوة والشق أظلم أهله بنهاري جرت بأبطحها الذيول فلم تدع إلا الدجاج تصيح في الأسحار ولكل حصن شاغل من خيلهم من عبد أشهل أو بن النجار ومهاجرين قد علموا سيما هم فوق المغافر لم ينوا لفراري ولقد علمت ليغلبن محمد وليثوين بها إلى أصفاري فرت يهود يوم ذلك في الوغى تحت العجاج غمائم الأبصار عنوان قدوم جعفر ابن أبي طالب إلى الحبشة وحديث المهاجرين إلى الحبشة قال ابن هشام عن الشعبي أن جعفر ابن أبي طالب قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح خيبر فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عينيه والتزمه وقال ما أدري بأيهما أنا أسر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر قال ابن إثحاق وكان من أقام بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعث فيهم إلى النجاشي عمر ابن أمية الضمري فحملهم في سفينتين فقدم بهم عليه وهو بخيبر بعد الحديبية من بني هاشم ابن عبد مناف جعفر ابن أبي طالب ابن عبد المطلب معه امرأته أسماء بنت عميس الخثعمية وابنه عبد الله ابن جعفر وكانت ولدته بأرض الحبشة ومن بني عبد شمس ابن عبد مناف خالد ابن سعيد ابن العاص ابن أمية ابن عبد شمس معه امرأته أمينة بنت خلف ابن أسعد وابنه سعيد ابن خالد وأمه بنت خالد ولدتهما بأرض الحبشة وأخوه عمر ابن سعيد ابن العاص ومعيقيب ابن أبي فاطمة خازن عمر ابن الخطاب على مال المسلمين وأبو موسى الأشعري ومن بني أسد عبد العزة الأسود ابن نوفل ابن خويلد ومن بني عبد الدار ابن قصي جهل ابن قيس ومن بني زهرة ابن كلاب عامر ابن أبي وقاص وعتبه ابن مسعود ومن بني تميم ابن مر الحارث ابن خالد ابن صخر ومن بني جمح ابن عمر عثمان ابن ربيعة ابن أهبان ومن بني سهم ابن عمر محمية ابن الجز ومن بني عدي ابن كعب معمر ابن عبد الله ابن نظلة ومن بني عامر ابن لؤي أبو حاطب ابن عمر ومالك ابن ربيعة ومن بني الحارث ابن فهر ابن مالك الحارث ابن عبد قيس ابن لقيت وقد كان حمل معهم في السفينتين نساء من نساء من هلك هنالك من المسلمين فهؤلاء الذين حمل النجاشي مع عمر ابن أمية الضمري في السفينتين فجميع من قدم في السفينتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة عشر رجلا وجميع من تخلف عن بدر ولم يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ومن قدم بعد ذلك ومن لم يحمل النجاشي في السفينتين أربعة وثلاثون رجلا عنوان عمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من خيبر أقام بها شهري ربيع وجماديين ورجبا وشعبان ورمضان وشوال يبعث فيما بين ذلك من غزوه وسراياه ثم خرج في ذي القعدة في الشهر الذي صده فيه المشركون معتمرا عمرة القضاء مكان عمرته التي صدوه عنها وخرج معه المسلمون ممن كان صد معه في عمرته تلك وهي سنة سبع فلما سمع به أهل مكة خرجوا وتحدثت قريش بينها أن محمدا وأصحابه في عسرة وجهد وشدة قال ابن عباس صفوا له عند دار الندوة لينظروا إليه وإلى أصحابه فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد اذ طبع بردائه حاشية اذ طبع أدخل ردائه من تحت ابطه الأيمن وجعل طرفه على منكبه الأيسر فبدى بذلك أحد ضبعيه والضبع بسكون الباء وسط العضد بلحمه عودة للنص وأخرج عضده اليمنى ثم قال رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة ثم استلم الركم وخرج يهرول ويهرول أصحابه معه حتى إذا واروه البيت منهم واستلم الركن اليماني مشى حتى يستلم الركن الأسود ثم هرول كذلك ثلاثة أطواف ومشى سائرها وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك وهو حرام وكان الذي زوجه إياها العباس ابن عبد المطلب فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثة فأتاه حويطب ابن عبد العزى في نفر من قريش في اليوم الثالث وكانت قريش قد وكلته بإخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فقالوا له إنه قد انقضى أجلك حاشية أي الأجل الذي اتفق عليه في صلح الحديدية وهو ثلاثة أيام فاخرج عنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما عليكم لو تركتموني فأعرس بين أظهركم وصنعت لكم طعاما فحضرتمه قالوا لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عنا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبا رافع مولاه على ميمونة حتى أتاه بها بصرف فبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك ثم انصرف إلى المدينة حاشية صرف موضع قرب التنعيم انتهى الوجه الأول اشتركوا في القناة قال ابن هشام فأنزل الله عز وجل فيما حدثني أبو عبيدة لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا عنوان غزوة مؤتة في جماد الأولى سنة ثمان مؤتة قرية من أرض البلقاء بالشام فأقام فأقام بها أي بالمدينة بقية ذي الحجة وولي تلك الحجة المشركون والمحرم وصفرا وشهري ربيع وبعث وبعث في جماد الأولى بعثه إلى الشام الذين أصيبوا بموتة واستعمل عليهم زيد بن حارثة وقال إن أصيب زيد فجعفر ابن أبي طالب على الناس فإن أصيب جعفر فعبد الله ابن رواحة على الناس فتجهز الناس ثم تهيأوا للخروج وهم ثلاثة آلاف فلما حضر خروجهم ودع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عليهم فلما ودع عبد الله ابن رواحة مع من ودع من أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى فقالوا له ما يبكيك يا ابن رواحة فقال أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله عز وجل يذكر فيها النار وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود فقال المسلمون صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين فقال عبد الله ابن رواحة لكنني أسأل الرحمن مغفرة وبربة ذات فرغ تقذف الزبد أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد حتى يقال إذا مروا على جدث أرشده الله من غاز وقد رشد وفي رواية يا أرشد الله ثم خرج القوم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا ودعهم وانصرف عنهم قال عبد الله ابن رواحة خلف السلام على امرئ ودعته في النخل خير مشيع وخليل ثم نضوا حتى نزلوا معان من أرض الشام فبلغ الناس أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء في ألف من الروم وانضم إليهم من لخم وجذام والقين وبهراء وبلي مئة ألف منهم عليهم رجل من بلي ثم أحد إراشة يقال له مالك ابن رافلة فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلتين يفكرون في أمرهم وقالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بعدد عدونا فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له فشجع الناس عبد الله ابن رواح وقال يا قوم والله إن التي تكرهون لالتي خرجتم تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة فقال الناس قد والله صدق ابن رواحة فمضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جموع هرق من الروم والعرب بقرية من قرى البلقاء يقال لها مشارف ثم دل العدو وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة فالتقى الناس عندها فتعبأ لهم المسلمون فجعلوا على ميمنتهم رجلا من بني عذرة يقال له قطبة ابن قتادة وعلى ميسرتهم رجلا من الأنصار يقال له عباية ابن مالك ثم التقى الناس واقتتلوا فقاتل زيد ابن حارثة براية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شاط في رماح القوم أي سال دمه فهلك ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى إذا ألحمه القتال أي نشب فيه فلم يجد مخلص اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها ثم قاتل القوم حتى قتل وهو يقول يا حبذ الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها علي إذ لاقيتها ضرابها قال ابن هشام وحدثني من أثق به من أهل العلم أن جعفر ابن أبي طالب أخذ اللواء بيمينه فقطعت فأخذه بشماله فقطعت فاحتضنه بعض ديه حتى قتل رضي الله عنه وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة فأثابه الله بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث يشاء ويقال إن رجلا من الروم ضربه يومئذ ضربة فقطعه بنصفين قال ابن إسحاق فلما قتل جعفر أخذ عبد الله ابن رواحة الرالة ثم تقدم بها وهو على فرسه فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد ثم قال أقسمت يا نفس لتنزلنه لتنزلن أو لتكرهنه إن أجلب الناس وشد الرن ما لي أراكي تكرهين الجنة قد طالما قد كنت مطمئنه هل أنت إلا نطفة في شنه وقال أيضا يا نفس إلا تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليتي وما تمنيت فقد أعطيتي إن تفعلي فعلهما هديتي ثم نزل فلما نزل أتاه ابن عم له بعرك من لحم فقال شد بهذا صوبك فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت فأخذه من يده ثم انتهس منه نهسة ثم سمع الحطمة في ناحية الناس فقال وأنت في الدنيا ثم ألقاه من يده ثم أخذ سيفه فتقدم فقاتل حتى قتل ثم أخذ الراية ثابت ابن أقرم أخو بن العجلان فقال يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم قالوا أنت قال ما أنا بفاعل فاصطلح الناس على خالد ابن الوليد فلما أخذ الراية دافع القوم وحاشى بهم ثم انحاز وانحز عنه حتى انصرف بالناس ولما أصب القوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني أخذ الراية زيد ابن حارثة فقاتل بها حتى قتل شهيد ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى قتل شهيد ثم صمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تغيرت وجوه الأنصار وظنوا أنه قد كان في عبد الله ابن رواحة بعض ما يكرهون ثم قال ثم أخذها عبد الله ابن رواحة فقاتل بها حتى قتل شهيدا ثم قال لقد رفعوا إلي في الجنة فيما يرن على سرر من ذهب فرأيت في سرير عبد الله ابن رواحة ازورارا عن سرير صاحبي أي أي ميلا وعوجا فقلت عما هذا فقيل لي مضي وتردد عبد الله بعض التردد ثم مضى فلما انصر فخارد بالناس أقبل بهم قافلا ولما دروا من المدينة تلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ولقيهم الصبيان يشتدون أي يسرعون في العدو ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل مع القوم على دابه فقال خذوا الصبيان فاحملوهم وأعطوني ابن جعفر فأتي بعبد الله ابن جعفر فأخذه فحمله بين يديه وجعل الناس يحثون على الجيش التراب ويقولون يا فرار فررتم في سبيل الله فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله تعالى وكان مما بكي به أصحاب مؤتة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول حسان ابن ثابت تأوبني ليل بيثرب أعصر وهم إذا ما نوم الناس مسحر بذكرى حبيب هيجت لي عبرة سفوحا وأسباب البكاء التذكر بلى إن فقدان الحبيب بلية وكم من كريم يبتلى ثم يصبر رأيت خيارا المسلمين تواردوا شعوبا وخلفا بعدهم يتأخروا فلا يبعدن الله قتلا تتابعوا بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفر وزيد وعبد الله حين تتايعوا جميعا وأسباب المنية تخطروا غداة مضوا بالمؤمنين يقودهم إلى الموت ميمون مقيبة أزهر أغر كبوء البدر من آل هاشم أبي إذا سيم الظلامة مجسر فطاعن حتى مال غير موسد بمعترك فيه قلن متكسر فصار على المستشهدين ثوابه جنان وملتف الحدائق أخضر وكنا نرى في جعفر من محمد وفاء وأمرا حازما حين يأمر فما زال في الإسلام من آل هاشم دعائم عز لا يزلن ومفخر هم جبل الإسلام والناس حولهم رظام إلى طود يروق ويبهر بهاليل منهم جعفر وابن أمه علي ومنهم أحمد المتخير وحمزة والعباس منهم ومنهم عقيل وماء العود من حيث يعصر بهم تفرج اللأواء في كل مأزق عماس إذا ما ضاق بالناس مصدر هم أولياء الله أنزل حكمه عليهم وفيهم ذا الكتاب المطهر عنوان فتح مكة في شهر رمضان سنة ثمان ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثه إلى مؤتة جماد الآخرة ورجب ثم إن بني بكر ابن عبد منه ابن كنانه عدت على خزاعة وكان الذي هاجم بين بكر وخزاعة أن رجلا من بني الحضرمي واسمه مالك ابن عباد وحلف الحضرمي يومئذ إلى الأسود ابن رزل خرج تاجرا فلما توسط أرض خزاعة عدوا عليه فقتلوه وأخذوا ماله فعدت بني بكر على رجل من خزاعة فقتلوه فعدت خزاعة قبيل الإسلام على بني الأسود ابن رزم الديلي وهم سلم وكلثوم ودؤيب فقتلوهم عند أنصاب الحرم وهي حجارة تجعل علامة بين الحل والحرم فبين بن بكر وخزاعة على الحل حجز بينهم الإسلام وتشاغل الناس به فلما كان صلح الحديبية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش كان فيما شرطوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشرط لهم أنه من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده فليدخل فيه ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فليدخل فيه فدخلت بن بكر في عقد قريش وعهدهم ودخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده فلما كانت الهدنة اغتنمها بن الديل من بن بكر من خزاعة وأرادوا أن يصيبوا منهم ثأرا بأولئك النفر الذين أصابوا منهم ببني الأسود ابن رزن فخرج نوفل ابن معاوية الديل في بني الديل وهو يومئذ قائدهم وليس كل بن بكر تابعة حتى بيت خزاعة وهم على الوتير ماء لهم فأصابوا منهم رجلا وتحاوزوا واقتتلوا ورفقت بني بكر قريش بالسلاح وقاتل معهم من قريش من قاتل بالليل مستخفية حتى حازوا خزاعة إلى الحرم فلما انتهوا إليه قالت بني بكر يا نوفل إنا قد دخلنا الحرم إلهك إلهك فقال كلمة عظيمة لا إله له اليوم حاشية أي لا إله لنوفل نطق بها كفرا يا بني بكر أصيبوا ثأركم فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم أفلا تصيبون ثأركم فيه وقد أصاب منهم ليلة قيتوهم بالوتير رجلا يقال له منبه وكان منبه رجلا مفؤودا والمفؤود الضعيف الفؤاد خرج هو ورجل من قومه يقال له تميم ابن أسد فقال له منبه يا تميم أنج بنفسك فأما أنا فوالله إني لميت قتلوني أو تركني لقد مبت فؤادي وانطلق تميم فأفلت وأدركوا مربها فقتلوا فلما دخلت خزاعة مكة لجأوا إلى دار بديل ابن ورقاء ودار مولا له يقال له رافع فلما تظاهرت بن بك وقريش على خزاعة وأصابوا منهم ما أصابوا ونقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد والميثاق بما استحلوا من خزاعة وكانوا في عهده وعقده خرج عمر ابن سالم الخزاعي ثم أحد بني كعب حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكان ذلك مما هاجى فتح مكة فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني الناس فقال يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلد قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا فانصر هداك الله نصرا أعتدا وادعو عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا إن سيم خسفا وجهه تربدا في فيلق كالبحر يجري مزبدا إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وجعلوا لي فيك داء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذلوا وأقلوا عددا هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمر بن سالم ثم ثم عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم عنان من السماء فقال إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب ثم خرج بديل ابن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأخبروه بما أصيب منهم وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم ثم انصرفوا راجعين إلى مكة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس كأنكم بأبي سفيان قد جاء ليشد العقد ويزيد في المدة ومضى بديل ابن ورقاء وأصحابه حتى لقوا أبا سفيان ابن حرب بعسفان قد بعثته قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشد العقد ويزيد في المدة وقد رهب الذي صنعوا فلما لقي أبو سفيان بديل ابن ورقاء قال من أين أقبلت يا بديل وظن أنه قد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسيرت في خزاعة في هذا الساحل وفي بطن هذا الوادي قال أوما جئت محمدا قال لا فلما راح بديل إلى مكة قال أبو سفيان لإن جاء بديل المدينة لقد علف بها النوى فأتى مبرك راحلته فأخذ من بعرها ففته فوجد فيه النوى فقال أحلف بالله لقد جاء بديل محمدا ثم خرج أبو سفيان حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة بنت أبي سفيان فلما جلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه فقال يا بني ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني قالت بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك نجس ولم أحب أن تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لقد أصابك يا بني بعد شر ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فلم يرد عليه شيئا ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه أن يكلم له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أنا بفاعل ثم أتى عمر ابن الخطاب فكلمه فقال أنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به ثم خرج فدخل على علي ابن أبي طالب رضوان الله عليه وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها وعندها حسن ابن علي غلام يدب بين يديها فقال يا علي إنك أمس القوم بي رحما وإني قد جئت في حاجة فلا أرجعنك ما جئت خائبا فاشفعني إلى رسول الله فقال ويحك أبا سفران والله لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه فالتفت إلى فاطمة فقال يا ابنة محمد هل لك أن تأمري بنيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر قالت والله ما بلغ بني ذاك أي يجير بين الناس وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني قال والله ما أعلم لك شيئا يغني عنك شيئا ولكنك سيد بني كنانة فقم فأجز بين الناس ثم الحق بأرضك قال أَوَتَرَ أَوَتَرَى ذَلِكَ مُغْنِيَا عَنِّي شَيئا قال لا والله ما أظن ولكني لا أجد لك غير ذلك فقام أبو سفيان في المسجد فقال أيها الناس إني قد أجرت بين الناس ثم ركب بعيره فانطلق فلما قدم على قريش قالوا ما وراءك قال جئت محمدا فكلمته فوالله ما رد علي شيئا ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرا ثم جئت ابن الخطاب فوجدته أدنى العدو ثم جئت علي فوجدته ألين القوم وقد أشار علي بشيء صنعته فوالله ما أدري هل يغني ذلك شيئا أم لا قالوا وبما أمرك قال أمرني أن أجير بين الناس ففعلت قالوا فهل أجاز ذلك محمد قال لا قالوا ويلك والله إن زاد الرجل على أن لعب بك فما يغني عنك ما قلت قال لا والله ما وجدت غير ذلك وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاز وأمر أهله أن يجهزوه فدخل أبو بكر على ابنته عائشة رضي الله عنها وهي تحرك بعض جهاز الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بنية أأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجهزوه قالت نعم فتجهز قال فأين ترينه يريد قالت لا والله ما أدري ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس أنه سائر إلى مكة وأمرهم بالجد والتهيء وقال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها انتهى الشريط الرابع عشر وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الخامس عشر من الكتاب ولما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير إلى مكة كتب حاتب ابن أبي بلتعه كتابا إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر في السير إليهم ثم أعطاهم رأة وجعل لها جعلا على أن تبلغه قريشا فجعلته في رأسها ثم فتلت عليه قرونها ثم خرجت به وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب فبعث علي ابن أبي طالب والزبير ابن العوام رضي الله عنهما فقال أدرك امرأة قد كتب نعها حاطب ابن أبي بلتعه بتتاب إلى قريش يحذرهم ما أجمعنا له في أمرهم فخرجا حتى أدركاها بالخليقة خليقة بني أبي أحمد فاتنزلاها فالكمسا في رحمها فلم يجد شيئا فقال لها علي ابن أبي طالب إني أحرف بملاه ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا ولا تخرجنا لنا هذا الكتاب أو لنكشفنك فلما رأت الجد منه قالت أعرض فأعرض عنها فحلت قرونها فاستخرجت الكتاب منها فدفعته إليه فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال يا حاطب ما حملت على هذا فقال أما والله إني لمؤمن بالله ورده ما غيرت ولا بدلت ولكني كنت إن رأى ليس لي في القوم من أصل ولا عشرة وكان لي بين أبهره ولد وأهل فصانعتهم عليه فقال عمر ابن الخطاب يا رسول الله دعني فالأذر بعنقة فإن الرجل قد نافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدرك يا عمر لعل الله قد اطلع إلى أصحار بدر وين بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فأنزل الله تعالى في الحاطب يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة إلى قوله قد كانت لكم أسوة حسرة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومنا تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبضى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلى آخر القصة ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفره واستخلف على المدينة أداره الغفاري وخرج لعشر مضينا من رمضان فسام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسام الناس معه حتى إذا كانوا بالكديد بين عسفان وأمج أفطر ثم مضى حتى نزل مر الزهران في عشرة آلاف من المسلمين فسبعت سلين ودعبهم يقول ألفت سبعت بلغت سبعمائة وألفت بلغت ألفة وألفت مزينة وفي كل القبائل عدد وإسلام وأوعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار لم يتخلف عنه منهم أحد فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الزهران وقد عميت الأخبار عن قريش فلم يأتهم خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدرون ما هو فاعل وخرج وخرج في تلك الليالي أبو سخوان ابن حرب وحكيم ابن حزان وبدين ابن ورقاء يتحسسون الأخبار وينبرون هل يجدون خبرا أو يسمعون به وقد كان العباسو ابن عبد المطلب لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق وقد كان أبو سخوان ابن الحارث ابن عبد المطلب وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة قبلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بنيك العقاب فيما بين مكة والمدينة فالتمس الدخول عليه فكلمته أم سلمة فيهما فقالت يا رسول الله ابن عمك وابن عمتك وسهرك قال لا حاجة لي بهما أما ابن عمي فهتف عرضي وأما ابن عمتي وسهري فهو الذي قال بمكة ما قال فلما خرج الخبر إليهما بذلك ومع أبي سفيان بني له فقال والله ليأذنن لي أو لآخذن بني هذا ثم لنذهبن في الأرض حتى نمي تجوعا وعطشا فلما دلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لهما ثم أدن لهما فدخل عليه فأسلم وأنشد أبو سفيان ابن الحارث قوله في إسلامه واعتبر إليه مما كان مضى منه فقال لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خير الله خير محمدي لك المضلج الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين أهدى وأهتد هداني هاد غير نفسي وما لم مع الله من طردت كل مترد أصد وأمآ جاهدا عن محمد وأدعى وإن لم أنتسب من محمد هني ما هم من لم يقل بها هني وإن كان ذا رأيهم يلم ويفندي أريد لأرغيهم ولست بلائط مع القوم ما لم أهد في كل مقعد فقل لثقيف لا أريد كتالها وقل لثقيف تلك غيري أو عدي فما كنت في الجيش الذي نال عامرا وما كان عن جر لصاني ولا يدي قبائل جاءت من بلاد بعيدة نزائع جاءت من سهام وسردد سهام وسردد موضعان في بلاد عك فزعني أنه حين أنشد رسول الله صلى الله عرض وصلم قوله ونالني مع الله من طردت كل مطرد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال أنت طردتني كل مطرد فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران قال العباس ابن عبد المطلب وصباح قريش والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش إلى آخر الظهر قال العباس فجلست على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء فخرجت عليها حتى جئت الأراك فقلت لعلي أجد بعض الحطابة أو ساحل لبن أو لا حاجة يأتي مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عليهم عنوة قال فوالله إني بأسير عليها وألتمث ما خرجت له إن سمعت كلام أبي سفيان وبديل ابن ورطاء وهنا يتراجعا وأبو سفيان يقول ما رأيت كالليلة نيرانا قط ولا عسكرا ويقول بديل هذه والله خزاعة حمشتها الحرب ويقول أبو سفيان خزاعة أجل وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها قال فعرفت صوته فقلت يا أبا حنبلة فعرف صوتي فقال أبي الفضل قلت نعم قال ما لك فداك أبي وأمي قلت ويحك يا أبا سفيان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وصباح قريش والله قال فما الحيلة فداك أبي وأمي قلت والله لئن دثر بك ليضربن عنقك فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك فركب خلفي ورجع ساحبه فجئت به كلما مرأت بنار من نيران المسلمين قالوا من هذا فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عليها قالوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته حتى مرت بهار عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال من هذا وقام إلي فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال أبو سفيان عدو الله الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد ثم خرج واشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وركزت لبغلة فسبقته بما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليه عمر فقال يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد فدعني فالأذر بعنقة قلت يا رسول الله إني قد أجرته ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت برأسه فقلت والله لا يناجيه الليلة دون رجل فلما أكثر عمر في شأنه قلت مهلا يا عمر فوالله أن لو كان من بني علي بن كعب ما قلت هذا ولكنك قد عرفت أنه من رجال بني عبد مناث فقال مهلا يا عباس فلا إسلامك لوم أسلمت كان أحب إذي من إسلام الخطاب لو أسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب بي يا عباس إلى رحمك فإذا أصبحت فأتني به فذهبت به إلى رحمي فبات عندي فلما أصبح غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويحك يا أبا سفيان ألم يعني لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله قال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك والله لقد وننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد قال ويحك يا أبا سفيان ألم يعني لك أن تعلم أني رسول الله قال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك أما هذه والله فإن في النفس منها حتى الآن شيئا فقال له العباس ويحك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله قبل أن تضرب عنقك قال فتهد شهادة الحق فأسلم قال العباس قلت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فجعل له شيئا قال نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن فلما ذهب لينصر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباس احبسه بمضيق وادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها قال فخرجت حتى حبسته بمضيق الوادي حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحبسه ومرت القبائل على راياتها كلما مرت قبيلة قال يا عباس من هذه فأقول سليم فيقول ما لي ولسليم ثم تمر القبيلة فيقول يا عباس من هؤلاء فأقول مزينة فيقول ما لي ولمزينة حتى نفدت القبائل ما تمر به قبيلة إلا يسألني عنها فإذا أخبرته بهم قال ما لي وليبني فلان حتى مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأمسار رضي الله عنهم لا لا يرى منهم إلا الحبق من الحديد فقال سبحان الله يا عباس من هؤلاء قلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار قال ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة والله والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك بأخيك الغدات عظيمة قلت يا أبا سفيان إن لها النبوة قال فنعم إذن قلت أن جاء إلى قومك حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن فقامت إليه بنت عتبة فأخذت بشاربه فقالت اقتل حميت البسم الأحمس قبح من طريعة القوم قال ويلكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن قالوا قاتلك الله وما تغني عنا دارك قال ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد عن عبد الله إبن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى ديطوى وقف على راحلته معتجرا بشقة برد حضرة حمراء وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضع رأسه تواضعا لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح حتى إن أثمينه ليكاد يمس واسطة الرحل وعن أسماء بنت أبي بكر قالت لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بذيطوى قال أبو قحافة لابنة من أصغر ولده أي بنية اظهري بي على أبي قبيس وقد كف بصره فأشرفت به عليه فقال أي بنية ماذا ترين قالت أرى صوادا مجتمعا قال تلك الخيل قالت وأرى رجلا يسعى بين يدي ذلك مقبلة ومدبرة قال أي بنية ذلك الوازع يعني الذي يعمر الخيل ويتقدم إليها ثم قالت قد والله انتشر الصواد فقال قد والله إذا اندفعت الخيل فأسرعي به إلى بيتي فانحطت به وتلقاه الخيل قبل أن يصل إلى بيته وفي عنق الجارية طوق مورق فيلقاها رجل فيقتطعه من عنقها قالت فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد أتى أبو بكر بأبيه ليقوده فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه قال أبو بكر يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت فأجلسه بين يديه ثم مسح صدره ثم قال له أسلم فأسلم فدخل به أبو بكر وكأن رأسه ثغامة الثغامة واحدة الثغام نبت أشد ما يكون بياضا إذا أمحل يشبهون به الشيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا من شعره ثم قام أبو بكر فأخذ بيد أخته وقال أنشد الله والإسلام طوق أختي فلم يجبه أحد فقال أي أخية احتسبي طوقك فوالله إن الأمانة في الناس يوم لقليل وكان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وحنين والطائف شعار المهاجرين يا بني عبد الرحمن وشعار الخزرج يا بني عبد الله وشعار الأوس يا بني عبيد الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلى أمرائه من المسلمين حين أمرهم أن يدخلوا مكة أن لا يقاتلوا إلا أنه قد عهد في نفر سمهم أمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أسكار الكعبة منهم عبد الله بن سعد أخو عامر بن لؤي وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله لأنه كان أسلم وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي فارتد مشركا راجعا إلى قريش ففر إلى عثمان ابن عفان وكان أخاه للرضاعة فغيبه حتى أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن اطمأن الناس وأهل مكة فاستأمن له فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمت طويلا ثم قال نعم فلما انصرف عنه عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حوله من أصحابه لقد صمت ليقوم إليه بعدكم فيضرب عنقه فقال رجل من العنصار فهل لا أو مأت إلي يا رسول الله قال إن النبي لا يقتل بالإشارة حاشية قال ابن هشام ثم أسلم بعد فولاه عمر ابن الخطاب بعض أعماله ثم ولاه عثمان بعد عمر عودة من نص وعبد الله ابن خطل رجل من بنيتين ابن غالب إنما أمر بقتله أنه كان مسلم فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدق ودعث معه رجلا وكان معه مولا له يخدم وكان مسلما فنزل منزلا وأمر المولى أن يذبح له تيسة فيصنع طعام فنام فاستيقظ ولم يصنع له شيئا فغدا عليه فقتله ثم ارتد مشركا وكانت له قينتان فارتني وصاحبتها وكانتا تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله ما معه والحويرث ابن مقيد وكان ممن يؤذيه بمكة ومقيس ابن سبابة وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله لقتل الأنصاري الذي كان قد قتل أخاه خطأ ورجوعه إلى قريش مشركا وسارة مولاة لبني عبد المطلب وعكرمة ابن أبي جهل وكانت سارة ممن يؤذيه بمكة فأما عكرمة فهرب إلى اليمن وأسلمت امرأته أم حكيم بنت الحارث ابن هشام فاستأمنت له من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنه فخرجت في طلبه إلى اليمن حتى أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وأما عبد الله ابن خطل فقتله سعيد ابن حريث المخزومي وأبو برزة الأسلمي اشترك في دمه وأما مقلس ابن صبابة فقتله مميلة ابن عبد الله رجل من قومه فقالت أخت مقيس في قتله لعمري لقد أخز نميلة رهطه وفجع أضياف الشتاء بمقيس فلله عينا من رأى مثل مقيس إذا المفساء أصبحت لم تخرس لم تخرس لم يصنع لها طعام الولادة وأما قينة ابن خطل فقتلت إحداهما وهربت الأخرى حتى استؤمن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فأمنها وأما سارة فاستؤمن لها فأمنها ثم بقيت حتى أوطأها رجل من الناس فرس في زمن عمر ابن خطاب بالأفطح فقتلها وأما الحويرث ابن مقيذ فقتله علي ابن أبي طالب عن أمهان ابنة أبي طالب قالت لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة فر إلي رجلان من أحمائي من دني مخزون وكانت عنده بيره ابن أبي وهب المخزون قالت فدخل علي علي ابن أبي طالب أخي فقال والله لأقتل لهم فأغلقت عليهما بعد بيتي ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة فوجدته يغتسل من جفنة إن فيها لأثر العجين وفاطنة ابنته تسقؤه بثوبه فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشح ثم صلى ثماني ركعات من الغحى ثم صرف إليه فقال مرحبا وأهلا يا أمهان ما جاء بك فأخبرته خبر الرجلين وخبر علي فقال قد أجرنا من أجرت وأمن من أمنت فلا يقتلهما عن صفية بنت شيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل مكة واطمأن من ناس خرج حتى جاء البيت فطاف به سبعا على راحلته يستلم الوكن بمحجن في يده فلما قضى طوافه دعا عثمان ابن طلحة فأخذ منه افتاح الكعبة ففتحت له فدخلها فوجد فيها حمامة من عجاب فكسرها بيده ثم طرحها ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف له الناس في المسجد أي استجمعوا قال ابن اسحاق فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب الكعبة فقال ما لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده أنا كل مأثرة أو دم أو مال ودعا فهو تحت قدمي أتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج ألا وقتين الخطأ شبه العمد بالصوت والعصى ففيه الدية مظلة مئة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها يا معشر قويش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهرية وتعظمها بالآباء الناس من آدم وآدم من ترام ثم تلا هذه الآية يا أيها إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم صعوبا وقضا إذا عارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ثم قال يا معشر قريش ما ترون أني فاعل فيكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم اتلقى ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إليه علي ابن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يديه فقال يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين عثمان ابن طلحة فدعي له فقال هاك مفتاحك يا عثمان اليوم يوم بر ووفاء قال هشام السهام التي كانوا يستقسمون بها يستشيرون ها في أمورهم عوضة النص ما شق إبراهيم والأزلام ما كان إبراهيم يكودي ولا نصران ولكن كان حليف مصر وما من المشركين ثم أمر بتلك الصور كلها فطمست انتهى الوجه الأول وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعب تعام الفتح ومعه بلال فأمره أن يؤذن وأبو سفيان ابن حرب وعتاب ابن أسيد والحارث ابن الكام تلوكم بفناء الكعبة فقال عتاب ابن أسيد لقد أكرم الله أسيدا أن لا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يريده فقال الحارث ابن هشام أم الله لو أعلم أنه محق لاتبعته فقال أبو سفيان لا أقول شيئا لو تكلمت لأخبرت عني هادم الحصى فخرج رسول الله عليه وسلم فقال قد علمت الذي قلتم ثم ذكر ذلك لهم فقال الحارث وعتاب نشهد أنك رسول الله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك قال ابن هشام عن ابن عباس قال داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح على راحلته فطافع لها وحول البيت أصنام مشدورة بالرصاص فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير بقضيب في يده إلى الأصنام ويقول جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فما أشار إلى صنم منها في وجه إلا وقع لقفاه ولا أشار إلى قفاه إلا وقع لوجه حتى ما بقي منها صنم إلا وقع وحدثني من أثق به من أهل الرواية أن فضاله ابن عمير الليجي أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت عام الفتح فلما دن منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضاله قال نعم فضاله يا رسول الله قال ماذا كنت تحدث به نفسك قال لا شيء كنت أذكر الله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال استغفر الله ثم وضع يده على صدره فسكر قلبه فكان فضاله يقول والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه قال فضاله فرجعت إلى أهلي فمرت بمرأة كنت أتحدث إليها فقالت هلنم إلى الحديث فقلت لا وانبعث فضاله يقول قال قالت بني سؤون سبعم سبعمائة ويقول بعضهم ألف ومن بني غفار أربعمائة ومن بني مزينة ألف وثلاثة نفر وسائرهم من قريش والأنصر وحلفائهم وطوائف العرب من تنيم وقيس وأسد وكان المقير من الشعر في يوم الفتح قول حسان ابن ثابت الأنصري عفت بات الأصابع فالجواء إلى عدراء منزلها خلاء ديار من بني الحسحاس قفء تؤفيها الوامس والسماء وكانت لا يزال بها أنس خلال مرودها نعم وشاء فدع هذا ولكن من لطيف يؤرقني إذا ذهب العشاء لشعثاء التي قد تيمته فليس لقلبه منها شفاء كأن خبيئة من بيت رأس يكون مزاجها عسل وماء إذا مل أشربات يكرنا فهن لطيب الراح الفداء نوليها الملامة إن ألما إلى ما كان مرث أو لحاء ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينذبنا اللقاء عدنا خيلنا إن لم تروها تثير النقعة موعدها كداء ينازعنا الأعمة مصرية على أكتافها الأسل الذناء تذل جيادنا متمطرات يلتن هن بالخم النساء فإنا تعرضوا عن اعتمرنا وكان الفتح وانتشف الغطاء وإلا فاتصبروا لجلاد يوم يعين الله فيه من يشاء وجبرون رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفأ البلاء شهدت به فقوموا صدقوه فقلتم لا نقوم ولا نشاء وقال الله قد سيرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء لنا في كل يوم مع معد سباب أو قتال أو هجاء فنحكم بالقواف منهجانا ونضرب حين تختلط الدماء ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلكا فقد برح الخفاء بأن سيوفنا ترتت كعبدا وعبد الدار سادته الإماء هجوت محمدا وأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء فشر كما لخير كما الفداء هجوت مداركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء أمن يهجو رسول الله منكم ويندحه وينصره سواء فإن أب ووالده وعرض لعرض محمد منكم وقاء لسان صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء رجلة حنيف في سنة ثمان بعد الفتح ولما سمعت هوازن برسول الله صلى الله عليه وسلم وما فتح الله عليه من مكة جمعها مالك ابن عوف النصري فاجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلها واجتمعت مصر وجشن كلها وسعد ابن بكر وناس من بني هلال وهم قليل ولم يشهدها من قلس علام إلا هؤلاء وغاب عنها فلم يحضرها من هوازن كعب ولا كلاب ولم يشهدها منهم أحد له اسم وفي بن جشن دريد ابن السمة شيخ كبير ليس فيه شيء إلا التينم برأيه ومعرفته بالحرب وكان شيخا مجرما وفي ثقيف سيدان له وفي الأحناف قارب ابن الأسود ابن مسعود ابن معتب وفي بن مالك ذو ثمار سبيع ابن الحارث ابن مالك وأخوه أحمر ابن الحارث وجماع أمر الناس إلى مالك ابن عوف المصري فلما أجمع السيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حق مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم فلما نزل بأوطاس وهواد في ديار موازن اجتمع إليهم نت وفيهم دريد ابن الصمة في شجار له مقادله الشجار شبه الهودج مكشوف الأعلى فلما نزل قال بأي واد أنتم قالوا بأوطاس قال نعم مجار الخير لا حزن مرس ولا سهر دهس الحزن المرتفع من الأرض الدرس الذي فيه حجارة محددة مالي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير ودكاء الصهير ويعار الشاء يعار الشاء صوتها قالوا ساق مالك ابن عوف مع الناس أمواله ونساءه وأبناءه قال أين مالك قيل هذا مالك ودعي له فقال يا مالك إنك قد أصبحت رئيس قومك وإن ماذا يوم كائن له ما بعده من الأيام مالي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصهير ويعار الشاء قال سقت مع الناس أموالهم ونساءهم قال ولمناك قال أربت أن أجعل خلف كل رجل منهم أهلهم وماله ليقاتل عنهم فانقذ به ثم قال انقذ به من الإنقاذ وهو أن يرسق لسانه بالحنك ثم يصوت في حافته يفعلون ذلك عند إن كان القول أو العمل قال رائض أموالله وهل يرد من هزم شيء إنما إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه وروحه وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك ثم قال ما فألك كعب وكلاب قالوا لم يشهدها منهم أحد قال غاب الحد والجد الحد الشجاع لو كان يوم علاء ورفحة لم تجب عنه كعب ولا كلاب ولو وددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب فمن شهدها منكم قالوا عم المعامر وعوف المعامر قالوا ذلك الجدعان من عامر الجدع الضعيف في الحرب لا ينفعان ولا يضران يا مالك إنك لم تصنع بتقديم البيضة الجماعة بيضة فلاز إلى نحور الخيل شيئا ارفعهم إلى متمنع بلادهم وعليا قومهم ثم يلقى السب على مطون الخيل فإن كانت لك لحق بك من وراءك وإن كانت عليك الفات ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك قال والله لا أفعل ذلك إنك قد كذرت وكذر عقلك والله لتطيعني يا معشر هواز أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من نهري وكرم أن يكون لدريد ابن السنة فيها ذكر أو رأي فقالوا أطعناك فقال دريد ابن السنة هذا يوم لم أشهد ولم يفتني يا ليتني فيها جذع أخذ فيها وأضع أقود وطفاء الزمع كأنها شاة سنع ثم قال مالك للناس إذا رأيتمهم فاكسروا ذفون سوفكم ثم شدوا شدة رجل واحد ولما سمع به النبي الله صلى الله عليه وسلم بعث إليهم عبد الله ابن أبي حضرد الأسلمين وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم ثم يأتيه بخبرهم فانطلق ابن حضرد فدخل فيهم فأقام فيهم حتى سمع وعلم ما قد أجمع له من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع من مالك وأمر هوازم ما هم عليه ثم أقبل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فلما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم السير هوازم ليلقاه ذكر له أن عند صفوان ابن أمية أدراعا له وسلاحا فأرسل إليه وهو يومئذ مشرك فقال يا أبا أمية أعرنا سلاحك هذا نلحق فيه عدونا ولا فقال صفوان أعصبا يا محمد قال بل عارية مضمونة حتى ينؤديها إليك قال ليس بهذا بأس فأعطاه مئة ذرع بما يكفيها من السلاح فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله أن يكفيهم حمها ففعم ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ألفان من أهل مكة مع عشرة آلاف من أصحابه الذين خرجوا معه ففتح اللقبهم فكانوا إثني عشر ألفا واستعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب ابن الأسيد ابن أبي العيس ابن أمية ابن عبد شمس على مكة أميرا على من تخلف عنه من الناس ثم مما رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه يريد لقاء هوازن عن الحارث ابن مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هنين ونحن حديث وعذب بالجهلية فسرنا معه إلى هنين وكانت لكفار قريش ومن سواه من العرب شجرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أنوات يأتونها كل سنة فيعلقون أسلحتهم عليها ويدبحون عندها ويعكفون عليها يوما فرأينا ورحم نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صدرة خضراء عظيمة فتنادينا من جندات الطريق يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر كنتم والذي نفسه محمد بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إنهم سنن لتركبن سنن من كان قبلكم عنجيب بن عبد الله قال لما استقبلنا وادي حنين إن حضرنا في وادي من أودية ائتبامه أجوف حطود أجوف مبتسع وحطود من حضر إننا ننحضر فيهم حضارة وفي عماية الصبح أي ظلامهم قبل أن يتبين وكان القوم قد سبقون إلى الوادي فكانوا لنا في شعابه وأحناه ومناقه وقد أجمعوا وتهيأوا وأعدوا فوالله ما راعنا ونحن منحطون إن الكتائب قد شدوا علينا شدة رجل واحد وإن شمر الناس راجعين لا يلوي أحد على أحد وانحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين ثم قال أين أيه الناس هلوموا إلي أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله فلأي ثلئ حملت الإبر بعدها على بعد فانطلق الناس إلا أنه قد بقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته قول ابن أسحاق فلما انهزم الناس ورأى من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من دفاة أهل بكة الهزمة تكلم رجال منهم بقى في أنفسهم من الضغن فقال أبو سفيان ابن هرب لا تنتهي هزيمتهم دون البحر وإن الأزيان لمعه في كنالته وصرق جبله ابن الحمبل ألا بطل السح اليوم وقال شيبة ابن عثمان قلت اليوم أدرك أرين محمد اليوم أقتل محمدا فأذرت برسول الله صلى الله عليه وسلم لأقتله فأقبل شيء حتى ترشى فؤاني فلم أتق ذاك وعلمت أنه من موض مني وحدثني بعد أهل مكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين فصل من مكة إلى أمن ورأى كثرة من معه من جنود الله لم يبلد اليوم من كله عن العباس ابن عبد المطلب قال إني لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر بحكمة دغلته البيضاء الحكمة اللجان لم شجرتها بها وكنت إن رأى جسيما شديد الصوت ورسول الله يقول حين رأى ما رأى من الناس أين أيه الناس فلم أرى الناس يلون على شيء فقال يا عباس اسرخ يا معشر الأنصار يا معشر أصحاب السمرة قال فأجابوا لبيك لبيك فيذهب الرجل ليثني دعيره فلا يقدر على ذلك فيأخذ ذرعه فيقذفها في عمته ويأخذ سيفه وتنسه ويقتحن عن دعيره ويخلي سنينا فيأم الصوت حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا اجتمع منهم لأتوا استقبل الناس فاقتتلوا وكانت الدعوة أول ما كانت يا للأنصار ثم خلصت أخيرا يا للخزرج وكانوا صمرا عند الحرب فأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركائده فنظر إلى مجتلد القوم وهم يجتلدون فقال الآن حمي الوطيس حاشي الوطيس المعركة وهي كلمة لم تسمع إلا من الرسول عن جابر بن عبد الله قال بين ذلك الرجل من هوازم صاحب الرائح على جمله يسمع ما يسمع إذ هيا له علي أبي طالب رذيان الله عليه ورجل من الأنصار طريدانه فيأتيه علي بن أبي طالب من خلفه فضرب عرقوب الجمل فوقع على عجزه ووفد الأنصاري على الرجل فضربه ضربة أطن قدمه أي أطارها وسمع لضربه طمين أو دوي بنص ساقة فانجعف عن رحلة واجتلد الناس فوالله ما رجعت راجعت الناس من هزمتهم حتى وجدوا الأسارة مكتفين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب وكان ممن صبر يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حسن الإسلام حين أسلم وهو آخر بسفر بغلته السفر والسير في مؤخر السمج فقال من هذا قال أنا أبن أمك يا رسول الله عن عبد الله ابن أبي بقر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتفت فرأى أم سليم بنت ملحان وكانت مع زوجها أبو طلحة وهي حازمة وسطها ببرد لها وإنها لحان بعبد الله من أبو طلحة ونعها جمل أبو طلحة وقد فشوت أن معزها الجمل فأدمت رأسه منها فأدخلت يدها في خزامته مع الخطان الفزامة حلقة من شعر تجعل في أنف البعير فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سليم قالت نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله أقتل هؤلاء الذين ينهزمون عنك كما تقتل الذين يقاتلونك فإنهم لذلك أهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليك في الله يا أم سليم قال ومعها كنجر فقال لها أبو طلحة ما هذا الفنجر معك يا أم سليم قالت كنجر أخذته إن دنا مني أحد من المشرجين دعجته به يقول أبو طلحة ألا تسمع يا رسول الله ما تقول الرمساء عن أبي قتابه قال رأيت يوم حنين رجلين واقتتلان مسلما ومشركا وإذا رجل من المشركين يريد أن يعين صاحبه المشرك على المسلم فأتيته فضربت يده فقطعتها واعتنقني بيده الأخرى فوالله ما أرسلني حتى وددت روح الدم وكاد يقتلني فلولا أن الدم نظفه لقتلني فسقط فضربته فقتلته وأجهبني عنه القتال أي شغلني عنه ومر به رجل من أهل مكة فسلبه فلما وضعت الحرب ألزارها وفرهن أبدا القرن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتلا فله سلبه فقلت يا رسول الله والله لقد قتلت رجلا دا سلب فأجهبني عنه قتال فما أدري من استلبه فقال رجل من أهل مكة صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه عني من سلبه فقال أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا والنار لا يرضيه منه تعمل إلى أسد من أسد الله يقاتل عن دين الله تقاسمه سلبه اردد عليه سلبه كثير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق اردد عليه سلبه قال أبو قتاله فأفلته منه بيعته فاشتريت بثمنه مخرفا فإنه لأي نار اعتقدته قال ابن إسحاق فلما انهزنت حياز استحر القتل من تقيف في بني مالك فقتل منهم سبعون ردلا تحت راية فيهم عثمان ابن عبد الله ابن ربيع بن الحارث ابن الحديب وكانت راوتهم مع بالصمار بالصمار هو عوف ابن الربيع فلما قتل أخذها عثمان ابن عبد الله فقاتل بها حتى قتل ولما انهزم المشيكون أتوا الطائف ومعهم مالك ابن عبد وعسكر بعضهم بألطاس وتوجه بعضهم نحو نخلة ولم يكن في من توجه نحو نخلة إلا بني غيره من فقيف وطبعت قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك في نخلة من الناس ولم تتبع من سلك الثناية وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثار من توجه قبل أوتاس أبا عامر الأشعري فأدرك من الناس بعض من هزم فلاوشوه القتال فرمي أبو عامر بسهم فقتل فأخذ الراية أبو نيوس الأشعري وهو ابن عمه فقاتلهم ففتح الله على وديه وهزنه وخرج مالك ابن عوف عند الهزيمة فوقف في فوارس من قومه على ثنية من الطريق وقال لأصحابه قفوا حتى تنبع بعثاؤكم وتلحق أخراكم فوقف هناك حتى ماذا من كان لحق بهم من من هزمة الناس ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة وقد قتلها خالد ابن مريد والناس متقصفين عليها أي مزدحين فقال ما هذا قالوا امرأة قتلها خالد ابن مريد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض من معه أدرك خالدا فكله إن رسول الله ينهاك أن تقتل وليدا أو امرأة أو عصيفا العصيف الأجير والعبد المستعام به وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم إن قدرتم على بجاد رضل من بني سعد بن بكر فلا أفلتا لكم وكان قد أحدث حدثا فلما ظفر به المسلمين ساكوه وأهله وساكوا معه السيناء بنت حارث ابن عبد العزة أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة فعنخوا عليها في السياط فقالت المسلمين تعلمني الله إني لأخت صاحبكم من الرضاعة فلم يصدقوها حتى أتوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى الشريط الخامس عشر وللكتاب بقية على الشريط التالي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة